صباح الخير والهنة والرزق عن حضراتكم جميعا وحلقة دي ده منتصف الأسبوع عشر الصبح في الأهلي كان عايدة عن دي ده كلم كتير جدا طبعا وخاصة نحن نتكلم عن النادي أهلي والمباراة القادمة شباب بابلوزداد ناس شايف أنها مباراة سهلة ناس شايف أنها مباراة هتكون فيها صعوبة بشكل كبير جدا الفترة اللي فاتت غير مطمئنة شوية بأداء النادي الأهلي ناس تانية تقول لك لا بالعكس احنا ماشيين بخطوات جيدة طب بالنسبة للمنتخب الوضع عامل إزاي الوديات القادمة الاتحاد القرى قرر يعمل إيه كل ده إن شاء الله على مدار الحلقة وغيره حننقش مع حضراتكم صباح الهنة صباح العسل صباح الفل على مشاهدي قناة الأهلي بكل مكان يوم جديد يا رب يكون يوم سعيد علينا كلنا بإذن الله وبداية حلقة جديدة من عشر الصبح في الأهلي زي من أهواندي بتقول لحضراتكم مليانة كلام كتير عن النادي الأهلي ولا سيما المتعلق باللقاء المرتقب يوم الجمعة الجاية إن شاء الله بين الأهلي وشباب الوزداد الجزائري كالعادة في الساعة التانية من كل حلقة من عشر الصبح في الأهلي بيكون عندنا فقرتين حواريتين النهاردة إن شاء الله الفقرة الأولى حيكون لدينا من خلالها حديث مطول عن الألعاب الأخرى ودي الفقرة اللي حينورنا فيها الأستاذ محمد ناجي وحضراتكم عارفين زي ما بنتكلم دايما وباستفادة عن كرة القدم برضو لا نخفل بأي حال من الأحوال الكلام عن الرياضات المختلفة وخصوصا في ظل الإنجازات اللي بتتحقق كل يوم والتاني دي الفقرة الأولى الفقرة التانية هنتكلم فيها عن كرة القدم العالمية وحينورنا فيها النقد الرياضي الأستاذ أحمد شريف طيب تعالي بنتكلم لأن انت خلاص يعني تقريبا 72 ساعة إن لم يكن أقل وحندخل في مواجهة إفريقية جديدة ومواجهة هي تعتبر طبعا مش سهلة أبدا نحن كل ما بنتعمق كل ما الصعوبة بتبقى كمان فنيا أكبر بكتير الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا أمام شباب بلوزداد زي ما كنت بقول لحضراتكم وهي مباراة اللي واخدها خلينا نقول بالتأكيد اهتمام الجمهور الأهلاوي وهنا نقدر نقول لأمور كبيرة واعتمارات كمان كتير جدا أما فكرة تأكيد صدارة المجموعة قبل ما تروح بقى لي الجزائر في الجولة إن شاء الله الرابعة مواجهة بلوزداد في ماتش العودة دايما يقول لك وانت في أرضك دايما يقول لك وانت في الذهاب حاول تحقق المطلوب تحديدا لما تبقى وسط جماهيرك يا جماعة اخلاصوا بدري اخلاصوا بدري اتطمنوا بدري اتطمنوا الجماهير بتاعتكم بدري خلونا نلعب واحنا مرتحين بدل محق واحنا متوترين للأسف الشديد ده ما شفناهوش في الفتر اللي فاتت يا كريم في كل المباريات لا في مباريات كنا منستنى لآخر مثلا يعني 15 دي عشان تحسن في الاياب بعد قلاص يعني بعد لما بيبقى روحك شوية طلعت بصراحة خلينا نقول اه بنحقق فوز يا كريم برضو هذا الموسم لكن برضو بنحققه بصعوبة الى حد ما خلينا نتكلم بصراحة عشان انا محبش بصراحة برضو الواحد يطلع يجمل الصورة اه الصورة جيدة الصورة لسه فيها كلام كتير جدا فيه تفاؤل لكن برضو المشهد ربما ليس الاسهل مش هقول ليس الافضل هو ليس الاسهل عندك توقف طويل طبعا لدوري ابطال الافريقية عشان كاس الأمم بعد كده الافريقية هترجع بعدها في شهر مارس بإذن الله فأتمنى ان احنا ناخد الامور بحزم شوية مش حابين برضو ان احنا نفقد اي نقاط في افريقيا تحديدا ولا في الدور يا الله يبيني وبينك ان الانجاز اللي انت برضو او اللي اتحقق الموسم الماضي قلنا كلام ده قلنا في بداية الموسم يعني من اول ما بتدينا اول حلقة مع حضراتكم قلنا يا جماعة الموسم ده يبقى صعب جدا ليه لانك خارج من موسم استثنائي لازم رقم واحد هتحفز عليه رقم اثنين لازم تحقق ما هو افضل منه الجماهير بتاعتك هتنتظر منك ده مش هتتوقع منك حاجة اقل تماما الواحد كل ما بيعلى في المستوى بتاعه كل ما بيكون مطلوب منه يا الحفاظ ده ان لم يكن الافضل فموسم اكيد اكيد مش سهل فيه تحديات كبيرة جدا ومش بس الجماهير بتاعتك يا كريم هي اللي بتبقى عاملة عليك الضغط ده لا على فكرة كل الفرق المنافسة سواء على المستوى المحلي كمان او الافريقي لان انت بتبقى ظاهر انت باين جدا كله عايز نفسك كله عايز يعني يحط عليه خلينا يقولها بالشكل ده كله عايز يحس ان هو كمان ايه بينافس النادي الاهلي بينتصر على النادي الاهلي شفنا ده من التصريحات المختلفة كمان لفرق هرجع اقول تاني فنيا بعيدة جدا لما يطلع مدير فني او حد من مجلس الادارة يجي يقولك لا 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 متوقع الفوز لا لا ما عجبنيش نتيجة التعادل انا كنتم معتقد ان انا حفوز على النادي الاهلي كل دي تصريحات ما كناش بنسمحها او زمان بس اوكي يعني الطموح بيقولك دايما ايه حلو اجيب الطموح حلو خليني بقى انا على الصعيد التاني اللي هو الطموح المنافس حلو لكن خليه دايما اخليه يعني او احسس ان يحقق على الارض او صعب جدا ان هو يحقق على الارض خلينا يعني نحاول على قد ما نقدر اعتقد النادي الاهلي ده اللي احنا معودنا عليه برضو طبعا احنا الفترة دي تقال علينا ان احنا بنمر بمرحلة مفصلية انجاز التعبير احنا دلوقتي قدامنا ثلاث بطولات محتاجين في البداية ان احنا نحسم صدارة الترتيب في دوري ابطال افريقيا بعدها هروح على مونديال العالم للاندية اللي اصبحت خلاص انت كاهلي انت الفريق الافريقي الوحيد اضيف شبه الدائم على هذه البطولة وعندك مواجهة في منتهى السخونة مواجهة محتملة مع اتحاد جدى السعودي وطبعا الماتش ده هيكون ماتش تقطيع بالمعنى الحرفي للكلمة تالت حاجة عندنا سوبر الابطال في نهاية الشهر ودي بطولة في حد ذاتها يعني دي بطولة لوحدها يعني قبل فترة التوقف الدولي في يناير اللي جاي من المهم جدا 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 ان احنا نكون محقققين التارجت المناسب في التلاث بطولات وطبعا بالنسبة لجماهير النادي الاهلي التارجت المناسب هو الحصول على هذه المطولات يعني بالمناسبة يعني ودي كمان كانت من ضمن التفاصيل اللي وقف عندها واللي تكلم عنها كابتن محمود الخطيب طبعا رئيس النادي مع الجهاز الفني وبالتحديد في حواره وحديثه مع مستر كولر طيب قبل ما نسيب شوية الملف ده لان احنا طبعا هنرجع نتكلم بشكل اكتر تفصيل عن الفقرة الحوارية وحنتكلم بكرة يعني تقريبا الحلقة كلها عن تحديدا مباريات الاهلي القادمة ومبارات الاهلي وشباب الوزداد لان هي الجمعة بلزامي حضراتكم عارفين طبعا على استاد بورج العرب حيكون الساعة 6 تحديدا طب ليه استاد بورج العرب احنا نكلم له في الملف ده قبل كده عشان استاد القاهرة كان فيه فترة يعني سيانة الفترة اللي فاتت فالأسف النادي الاهلي لعب 3 مباريات خارج الاستاد هنتكلم فيهم لكن في العموم اكيد استاد القاهرة بالنسبة للفريب بالنسبة لكالر بيكون افضل بكتير حتى كالر صرح اكتر بالمرة يعني على هذا الامر على كل حال هنتكلم برضو قبل ما انسى النقطة دي على دايما المنافس انا بحب اشوف المنافس بتاعك بيقولي ما كانش فيه تصريحات بؤخرا من اي جانب فيه شباب بلوزداد بس كان فيه تصريح من فترة من المتحدث الاعلامي وكان قال حاجة بقى كريمة عكس التصريحات المختلفة اللي منسمحها بقالنا فترة بصراحة قالك لا بالعكس انا متوقع جدا والصورة بتقول ان النادي الاهلي هو اللي حيتصدر المجموعة النادي الاهلي ليه فوارد كبيرة جدا فنيا وعدديا وتاريخ وغير وغير وتكلم في حق النادي الاهلي بشكل جيد جدا ومش شكل جيد كمجاملة وتكلم فيه ثوابت خلينا نقول حقائق وده شيء معروف للجميع معروف لكل المنافسين بتوعك النقطة كلها بس ان انت لما تيجي تحترم هذا المنافس لبعارف قدر المنافس عندك بشكل كبير برضو ده ما بيديش اريحية اوي لنا كلاعب اه المنافس عارف قمتي لكن انا قمتي دي لو انا محافظتش عليها هتروح هي دي النقطة كلها شباب بلوزداد بعد الخسارة من ميدياما اعتقد ان وده طبعا كان غير متوقع تماما وده اللي يأكد ان بجد الموسم ده سواء على مستوى المحلي او الافريقي في حاجة شوية مختلفة يعني ممكن كنت المواسم اللي فاتح قدرش تقول لا اول تلاتة هنا متصدرين المجموعة هنا لا يمكن ميدياما يفوز على مثلا شباب بلوزداد لا يمكن ميدياما يتعادل مع النادي الاهلي لكن اللي حصل عكس كده تماما فما فيش حاجة متوقعة ابدا بس خليبانك ده ده احلى واختر طبعا في متعة كلمنا في النقطة دي طبعا قبل كده لكن الخطورة في الثقة الزايدة لما انت تبقى داخل بتلعب فريق على الاقل لو انت فاكر انك هتفوز عليه هو بيتعادل معاك واحنا بالنسبة لنا كنادي اهلي التعادل ده خسارة بالنسبة لنا احنا واخدين على كده فعلى كل حال التصريحات عجبتني لكن ده مش معنا ان احنا نتطمن ومش معنا ان هم مش عندهم جاهزية كبرى لان هنرجع نقول تاني شباب له ازداد اكيد بعد خسارة مدياما عايز يجي يظهر بشكل تاني عايز يجي يعود عايز يجي يظهر قدام الكبير بتاع افريقيا بشكل مختلف عشان لسه قدامه مهام زي بتقال كده دي لسه ضربة البداية فلو من الاول كده ابتدى يلعب بشكل انهزامي اعتقد ده حيؤثر عليه بشكل كبير جدا يعني سواء المستوى الفني عندهم او طبعا الجماهير فمتوقع جدا هيكون في دوافع عندهم رائعة وكبيرة جدا على الصعيد التاني النادي الاهل يتكلمنا في موضوع الدوافع شوية عندنا كان مشكلة في بداية الموسم في الدوافع لكن اتمنى يكون في حديث كان بين اللعيبة وكولور ده المتوقع طبعا والمتأكدين منه حل شوية هذه المسألة كنت بتكلم انا معكي برا في حتة وحتى كنا بنقولها على الهوى فكرة عبارة تجديد الدوافع اهمية تجديد الدوافع انا فهم مغزاها لكن مش مقتنع اوي بان العيبة النادي الاهلي في حاجة لتجديد دوافع بصفة مستمرة لان هم عارفين كويس اوي هم لابسين تشيرت ايه وعارفين كويس اوي التشيرت دي معناها ايه من المسؤوليات وكم وصل لفين من البطولات اللي لازم ياخدوها ولازم يشرفوا فيها ويفرحوا من خلالها جماهير النادي الاهلي طبعا تصريحات المتحدث الاعلامي باسم شباب لزداد تصريحاته موضوعية جدا عقلانية جدا واقعية جدا دي برضو من الحاجات اللي ممكن شوية تخلي الواحد ايه يعني النوع ده من التصريحات ممكن يقلق عن التصريحات اللي فيها تحدي اللي بزداد لا ومش بس تحدي ووعد ان احنا هنعمل وحنسوي وحنخلي وحنخرب الدنيا في الماتشو بتاقي 90% من الاحوال اللي المدير الفني فيها او المتحدث الفني فيها لنادي من الاندية اللي عبر التاريخ مفيش مقارنة بينه وبين النادي الاهلي غالبا بتبقى النهاية لصالحنا بطبيعة الحال لكن الناس الموضوعيين دول تحس انهم مرقادين وفي كل الاحوال في كل الاحوال اي فرقة ليه علاقة بشمال افريقيا فاحنا بنكلم على يعني خصم وند قوي جدا الكرة في شمال افريقيا حضراتكم مش محتاجين حد يحكلكم عن مدى قوتها تعالوا بقى بمناسبة الكلام هو احنا لسه بس عندنا خبر تاني يا ده انا كنت نسيتم خبر معلش حنرجع تاني طبعا للنقطة اللي كريم وقف عندها وحنرجع نتكلم باستفادة زي مكتبول لحضراتكم لكن كان مهم كمان نبص على المنافس خلينا نتكلم بقى عن الخبر القادم واتكلمنا يمكن قبل كده برضو في فكرة استضافة يعني هذا استضافة او الحديث عن هذا الملف وكان معنا الناقد الرياضي محمد جمال تحديدا في مداخلة وفكرة هنا هل تنظيم مدية لمنتخب مصر يعني قبل امم افريقيا مهم ولا لا او انا وانت لو انت فكر مبارح سألنا سيد محمد ايه هي مفروض المنتخبات اللي نبتدي نجهز معاها اللي نبتدي نفكر ان اللي جاي هيكون شوية يعني افضل مع الجاهزية في المستقرات الودية وغيره المطشط الودية فهو كان بيتكلم معنا انها طبعا لازم يكون فيه تحديد لكن حتى هذه اللحظة لسه طبعا ما تمش تحديد ايه هي المنتخبات اللي انت هتنفسها او اللي انت هتلعب معها الودية طبعا للجاهزية لكن اللي احنا سمعناه المفروض كان فيه تم عرض من الاتحاد على فيتوريا ان يكون او يلعب مع منتخب اليابان يا كريم لكن انا اعتقد رد فعله كان او اتفق مع فيتوريا في رد فعله لانه هو قال لك لأ يعني انا مش عايز الاعب منتخب زي اليابان انا بتكلم على افريقيا انا عايز العب مع منتخبات افريقية فمنطقي جدا لكن اللي هيحصل فترة اللي جاي بالزبط اعتقد هيبقى فيه حسم بقى طبعا للوديات القادمة ما هنتابع لكن نتمنى يكون فيه قوة في الاعداد الفترة دي هي اللي برضو بتحسم شكل كبير جدا اللي جاي يا كريم طبعا طبعا ان شاء الله خير بمناسبة بقى ان انت فتحت بقى بالكلام عن المنتخب عايزين نطمن حضراتكم بخصوص احمد حجازي لان كثرت التكاهنات في الفترة الاخيرة لكن اللي حصل انه ان شاء الله بنسبة كبيرة جدا اعلن انضمام طبعا حجازي مدافع اتحاد جدا السعودي لقائمة منتخب مصر في بطولة امم افريقيا المقبلة في كودفوار خصوصا بعد ما هو شخصيا رجع لقائمة فريقه ويبتدى يشارك تدريجيا وده اكيد هيخليه جاهز تماما للانضمام لصفوف المنتخب من المفترض ان القائمة الاولية للمنتخب هتضم خمسة وخمسين لاعب وحتعلن يوم 14 ديسمبر يعني كمان كم يوم ان شاء الله على ان يتم تصفيد هذا الرقم ليصل الى 23 لاعب قبل السفر لكودفوار وطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله باللي جاي طيب انا بس عايزة ارجع تاني لان كان في ناس بتسأل على جاهزية استاد القاهرة من العدم هنرجع ان اأكد لحضراتكم مرة تانية استاد القاهرة هيعود لاستضافة المباريات في شهر يناير اللي جاي بإذن الله وتحديدا بمباريات هنا كاس الربطة يعني اثناء بطولة طبعا كاس الامم الافريقية ده هيكون بعد الانتهاء من كافة بقى عمال السيونة زراعة اللي هي اسمها بذور الشتوية المسلمية الحاجات اللي زي كده بتكون مهمة جدا طبعا عمال السيونة دي من جانب تاني استقرت برضو ربطة الاندية المحترفة على انطلاق مباريات بطولة كاس الربطة هتبقى يوم 7 يناير اللي جاي بإذن الله بيتم برضو تحديد موعيد المباريات والإعلان عنها بشكل رسمي عشان ناس كتير كان بتقولك خلاص بقى كفاية كده استاد القاهرة هنعود للعب عليه مرة تانية امتى ناس كتير بتتفاءل أهلوية اللي بتكلم باستاد القاهرة قولر بيعشق استاد القاهرة لما بيلعب على استاد آخر سواء بقى برج العرب أو مقاولون أو غيره وبيقولك برضو مش نفس الراحة مش نفس الأداية مش نفس النتائج يعني ما تفهمش بس طبعا استاد القاهرة برضو مختلف بشكل كبير كريم طبعا تعالوا بقى نروح لي موضوع مختلف حبتين وهي متعلق بي السادة المسؤولين في الاتحاد العربي لكرة السلة يعني حددوا بالفعل يوم 20 ديسمبر كموعد إجراء قرعة منافسات البطولة العربية المقرر إقامتها في القاهرة في الفترة من 26 ديسمبر لغاية يوم 3 يناير المقبل بمشاركة طبعا منتخب مصر عايزين نفكر حضراتكم ان طبعا نظرا لتوجيه الشكر لروي رانا المدير الفني للمنتخب في اللي حيقود المنتخب في البطولة العربية هو الجهاز الفني المكون من الثلاثي والبدر ومحمد سليم ورامي جنيدي طبعا نتمنى لهم كل التوفيق في خيادة المنتخب للتتويج بهذه البطولة وأتمنى أني مبقاش فيه أي انعكاس لفكرة توجيه الشكر للمدير الفني النوع ده من الأمور سعد ينتج عنه شيء من البلبلة فنتمنى ان شاء الله ده ما يحصلش ويبقى فيه استقرار يعني عكس بكل الإيجابية على اللاعبين بتوعنا بإذن الله وان شاء الله يفرحونه طيب بص بقى كلمنا في ملف كرم جابر قبل كده هيا أقول لحضراتكم الجديد الخاص برضو بكرم جابر المفروض وحسميهه الأسطورة يعني أنا بصراحة حسميه الأسطورة لأن فكرة بنمدير عندك بطل وبطل في سنوات ماضية كبيرة جدا يعني 2004 وبيعود بعد 2004 بعد كل الأعوام الطويلة دي تاني علشان يمثلك في محفل دولي كبير ويرفع برضو اسم مصر لا ده أسطورة بجد كرم جابر لعب طبعا منتخب المصرعة مفروض دلوقتي أن هو بيشتغل على نفسه بقوة بعد قرار عودته للعبة وقال من الناس اللي كانت سعيدة جدا بقرار العودة ده لأن فيه تحدي كبير جدا وفيه لو فعلا فاز يا كريم هو الله حتى لو ما فاز بس لو فاز حيديك أمل وحيدي لرياضين كتير جدا أمل بعده عن الملاعب بعده عن الرياضة لأسباب كتير ممكن تبع منها إصابات أو يعني انشغالهم بالحياة مش مهم إيه هي الظروف لكن دايما يقول لك فيه أمل لو أنت عايز ترجع تاني للمكانة اللي أنت كنت عليها تقدر بس أنت قرر ولما تقرر لازم تبتدي تشتغل على ده الموضوع مش قرار فقط يعني هو حالية المفروضة في معسكر في فنلندا وجيب دعوة من الاتحاد طبعا الفنلندي وبعد كده هتواجه لباريس يوم 10 ديسمبر تحديدا عشان يدخل بقى في معسكر خارجي ده دمن استعداداته الشخصية للمشاركة في بطولة إفريقيا لحتكون مارس المقبل يعني بمصر المؤهلة طبعا لأولمبياد باريس يعني تاني هرجع أقول بجد لو تأهل وحصد ميداليا أعتقد هتكون أمام فعلا نقدر نقول حالة تدرس بعد 10 سنين تقريبا اعتزال بيعود مرة تانية بالقوة دي لا يعني بس أنا أتمنى ده يحصل فعلا لكن حتى بجد لو ما فس فكرة الإسرار والثقة اللي عنده وفكرة أنه هو أصلا يعود مرة تانية ويوصل للتأهل خلي بالك أصلا الوصول للتأهل ده صعب يعني فكرة أن أنا أتأهل لأولمبياد أصلا ده مش أي حد ده فيه ناس 10 سنين في الملاعب ما بتحققهاش مش 10 سنين بعيد عن الملاعب فخليها نشوف بس الموضوع يعني interesting أو يعني فيه كده متعة بصراحة أنت لو تبعت البلف ده هتشوف إلا هيحصل فيه لأ هي ممتعة فكل رياضة فيه أبطال وفئة معينة منهم بيتالي عليهم أبطال استثنائيين كما هو الحال في حالة كرم جابر نحن نكلم على شخصية ملهمة بالمعنى الحرفي للكلمة تعالوا بقى الروح لخبر تاني حققت مصر أربع ميداليات متنوعة على صعيد الفردي والزوجي في بطولة جنوب إفريقيا للريشة الطيرة بواقع ميدالياتين فضة واثنين برونز على جانب آخر اجتمع المسؤولين في الاتحاد المصري للريشة الطيرة طبعا برئاسة الدكتور علي حساب الله اجتمعوا بالبحريني جعفر إبراهيم المسؤول عن الاتحاد الدولي للعبة لمتابعة خط التطوير الريشة الطيرة في مصر وطبعا نقشه خلال هذا الاجتماع فكرة استضافة مصر العدد كبير من البطولات ومن الأحداث الدولية خلال الفترة المقبرة إن شاء الله وطبعا حياتي على رأسها بطولتي مصر الدولية لزاوي الهمم والمحدد لها مطلع السنة الجديدة إن شاء الله وكمان بطولة إفريقيا للكبار والمسمع إقامتها في براير من نفس العام فكرة إن إحنا بننظم فعاليات وبطولات عالمية في رياضات مختلفة فكرة لطيفة جدا وبعدين خلاص في الفترة الأخيرة بقينا بنتكلم عنها بشكل عادي بنقول النوع ده من الأخبار بقى ليحية شديدة بعد ما عدت علينا أزمنة كتفكرة إن مصر تستضيف حدث جلل بالحجم ده كتفكرة بعيدة أو أقولك على حاجة كريم بجد يعني مش بس كتفكرة بعيدة إحنا كنا دايما بنقلل من نفسنا يعني أنا فكرة الكلام ده كويس ويمكن أكتر شوية من 10 سنين تالي من 15 سنة حاجة زي كده فكرة إن حد يطلع ب يعني موضوع أو أو يقولك مثلا هو إحنا ليه أو يقامن بحلم مثلا يقولك هو ليه مصر ما تكونش مثلا بتشارك في البطولة الفلانية هي ليه مصر ما تاخدش مثلا ميدليات أو ما تحصدش ميدليات في الأولمبيات وإحنا ليه ما نستضيفش البطولة دي أنا فكرة الكلام ده كويس جدا لأن كنت بتابع وقتها كنت كده كده برضو أه ما دخلتش للميديا بس كنت بحب دايما نتابع الأحداث الرياضية تحديدا بأودال غريب بس بجد إحنا كنا بعيد قوي وكنا حتى ثقتنا في نفسنا كريم لو إحنا ما نقدرش عارف أصلا مش فكرة أن أنت ما آمن بنفسك بس ما عندكش الإمكانيات إحنا كنا دايما بنقلل من نفسنا مصر إيه دي لتقدر تستضيف حق المحفل دولي مصر إيه دي لتستضيف وتجيب وفود من الخارج دوليجو ويتحقوا علينا كنا بنتكلم بالشكل ده الشكل ده كان صعب جدا وفكرة أنك تقلل من نفسك ده شيء بشع يعني ليه نقلل من نفسنا حتى وإن كنا وقتها ما نقدرش كاليوجستيا أو مثلا إمكانيات أو غيره أو حتى ما كانش عندنا الفكر أو كان فيه ناس ما كانتش عايزك أصلا تظهر أو أن أنت تبان على خريطة الله أعلم كانت أزباب مختلفة الناس مستفيدة من الوضع أنه يبقى كما هو عليه كل دي أزباب وردة بس الموضوع في الآخر حتى تقريبا أسبوع ما نكلمش عن 3-4 بطولات نصف تستضيفهم فإحنا مش بنهول من الموضوع بس إحنا سعادية أن أنت بتتكلم بشكل زي ده بيجي لك وفود من أكتر من 150 دولة في رياضة واحدة فالشق ده ممكن يدخل على السيحة الرياضية الملف الأبرز اللي احنا تكلمنا عنه قد كده أن فيه دول شغالة بس الدخل القومي عندها الشق أساسي هو من السيحة الرياضية أو السيحة العلاجية فأنت عندك كل أنواع السيحة موجودة فهيقلي لو تم الاستغلال بشكل كبير الملفات دي مع بعض أو كان فيه تنصيق بين الوزارات وده اللي بيحصل الموضوع حيروح عندك في شيء يعني في ناحية تانية خالص أو في زاوية أخرى على كل حال يعني مش عايزة أتكلم ده ممكن نعمله فقرة كاملة اللي فيها كلام كتير طبعا وزي أنت تنشط هذه الأمور وزي تشتغل على الجانب الكمان الإنساني أو العمل البشري اللي هو الأساس في أي دولة اللي هو أنت ممكن يبقى عندك كل الإمكانيات لكن العنصر البشري لو مش جيد يضيع لك الدنيا يهد كل حاجة يعني أسف عارفة زي إيه مع الفرق زي ما بقى عندك منظومة كاملة مهتمة بصناعة السياحة وحسن استقبالنا للسائحين وواحد ينزل من الطيارة خد خواجة ويشده من إيده ده خد خواجة دي الجملة دي لوحدها كافيرة من هي تدمر لك يعني أجدحها ملفك متعالق بالسياحة والله عظيم دي حقيقة دي حقيقة يعني وأعتقد كتير مننا حتى لما بينزل في بعض الأماكن السياحية ممكن ببعدين أو البحث مننا شكله مش مصري يعني مش لازم يعني ممكن يبقى شكلنا مصري بس ناس بتفتكرنا أجانب يعني فأنت بقى بتشوف بعينك إيه اللي بيحصل يعني بتشوف وبتسمع بعينك إيه اللي بيحصل طبعا الوضع ده بيتم السيطرة عليه حاليا لكن نتمنى الأفضل الفترة اللي جاية وحرجع أقول تاني ملف مهم مش عايزة أنا وكريم نختصر ودلوقتي ممكن نفتحه فيه يعني حلقة كاملة بالمناسبة تاني برضو استضافة مصر والعودة مرة تانية للنقطة دي وبنتكلم من نبارح بالليل وصل اللجنة الأولمبية المصرية موافقة رسمية وده خبر جميل جدا من رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية بمنح مصر حق استضافة دورة العلعاب الإفريقية عشرين سبعة وعشرين حرجع أقول تاني هنا وحقف هنا ثواني احنا مصر بتطمح لده كان تقريبا من شهر لو انا مش غلطانة وقلنا وقتها فيه ناس هتبقى معه وفيه ناس هتبقى ضده فيه ناس هتشكك أصلا ان احنا نستضيف او نقدر نستضيف بطولة كبيرة زي كده وناس تانية هتقولك ليه لأ وقد كان زي ما حضراتكم شايفين قد كان مصر تقدر تعمل ده واعتقد ده دعم فعلا كبير جدا لملف مصر لاستضافة دورة العلعاب كمان الأولمبية اللي هي طبعا في عشرين ستة وثلاثين واللي برضو لما تم الاعلان عن رغبة مصر وتمحها لاستضافة هذه الأولمبيات عشرين ستة وثلاثين سمعنا العديد من الكلام اللي هو هي مصر تقدر اجابة انتو بتهزروا واحنا عندنا اصلا ده واحنا عندنا شوارع واحنا عندنا بنية تحتية كل ده برضو سمعناه وقتها ان شاء الله لو لنا عمر في عشرين ستة وثلاثين بس مش شارفة هنبع ديه عن نفس الكلب بقى ولا حنبقى في حتة تانية كراسي بعجل وبنطلع هورس نطلع كور في مقدمة الحلقة ننفع هورس اتكلم عن نفسك قريبا ستة وثلاثين ده مش بعيد قوي ده كمان تقريبا عشر سنين مش كده مش كده بكمل نفات كريم على كل حالة ان شاء الله هنبقى عايشين وكويسين يعني بس وقتها بإذن الله هنيجي ونفتكر احنا حتى مع نفسينا حتى ما كناش يعني بنشتغل في قناة رياضية بس هنفتكر الكلام ده كويس جدا لان ان شاء الله مصر هتقدر لان مفيش هاجة تانية بعيدة الموضوع بيبدأ حلم وبنشتغل بعد كده على الحلم ده فبيصبح حقيقة بمناسب برضو دورة العلعاب الافريقية خانية اقول لحضراتكم هي زي اللي متابع هي بتقام كل اربع سنين تم اقترحها في عام 1925 وده بتقام مفروض كانت في الجزائر اقيمت في الجزائر في اول نسخة بعد كده بدأوا المسؤولين يشوفوا حلول ينظموها في اماكن مختلفة فبالتوفيق ان شاء الله بطولة كبيرة جدا سعيدة انا على المستوى الشخصي ان مصر تقدر يعني تنظم بطولة كبيرة او ان هي تم منحها تنظيم بطولة كبيرة عقبال بازن اولمبياد القادمة اللي هي 2036 طيب خلونا بقى قبل ما نطلع الفاصل ده ناخد فكرة كده ونتطمن النهارده درجات الحرارة وسلت لكام في كل المحافظات هنتابع معكم التقرير ونطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام مرحبا حضراتكم مرة كمان واخبار النادي الاهلي وفرق المختلفة خلينا نعرفها من مريم سميح موجودة في مقار النادي الاهلي الاتي بالجزيرة مريم صباح لها انا عليك طبعا وكالعادة طبعا سمعينك انا وكريم استنين منك كل الاخبار واخر كمان ما يختص بالفرق الرياضية المختلفة اتفضل بصبح لك يا نهوان بصبح لك يا كريم بصبح على كل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان يوم جديد وجولة جديدة من داخل مقار النادي الاهلي بالجزيرة هيكون معنا فيها كل الامور والمسجدات الخاصة باقي الفريل الاول لكرة القدم وايضا الفرق الرياضية الاخرى واكيد بدايتنا مع الفريل الاول لكرة القدم النهار ده اليوم التاني على التوالي هيستقنف تدريباته على ملعب مختار التتش التجمع هيكون في تمام الساعة الرابعة مساء والمران هيبدأ في تمام الساعة الخمسة ده طبعا استعدادا لمباراة شباب الوزداد الجزائري اللي هتقام ان شاء الله يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السادسة مساء هتكون طبعا المباراة على استاد الجيش ببرج العرب ده ضمن الجولة التالتة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ويعني خليني أقول لكم أبرز ملامح المران أمس الحقيقة أن كان فيه عودة لعدد من المصابين سواء كانوا على هامش المران أو شاركوا في التدريبات الجماعية الحقيقة أن السلاثي اللي عادوا للتدريبات الجماعية مرة أخرى كانوا أنتوني مودست وكريم ندفت ومحمد الضاوي كريستو انتظموا بشكل طبيعي في إمران الأمس أما بقى بالنسبة لبقية الإصابات سواء ياسر إبراهيم أو محمد عبد المنان الحقيقة أن ياسر إبراهيم خضع لجلسة في الجيم مساء أمس طبعا تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة دكتور أحمد جاب الله والحقيقة أنه هو حالته مطمئنة للغاية بعدما كان اشتكى بكادمة في أعلى الرجبة طبعا في مباراة يعني يوم السبت الماضي وكمان محمد عبد المنعم برضو يعني خضع لها تدريبات بدنية جديدة وكمان يمكن لجلسة في الجيم فيها علاج طبيعي وده علشان يكون موجود مرة أخرى خلال التدريبات الجمعية خلال فترة المقبلة سواء محمد عبد المنعم أو يعني كمان ياسر إبراهيم متوقع لهم أن هم يشاركوا قريبا جدا في التدريبات الجمعية مرة أخرى خلينا أقول لكم أن الفريق الحقيقة هيستمر برضو أو هيستقنف تدريباته بكرا إن شاء الله الأربعاء وبعد كده بقى هيكون فيه سفر يوم الخميس في معسكر مغلق هيدخل فريق في معسكر مغلق عقب السفر ده طبعا استعدادا للمباراة اللي هتقام إن شاء الله يوم الجمعة فيه تمام الساعة السادسة مساء خلينا بقى نروح لكل الفرق الرياضية الأخرى وتحديدا يعني أو بدايتنا مع رجال سلة الأهلي خلاص يعني يوم واحد فقط أو 24 ساعة بتفصلنا عن مباراة الغد إن شاء الله في فاينال دوري المرتبط رجال لرجال كرة السلة الحقيقة إن يعني خلاص تدريباتهم كانت الفترة اللي فاتت يمكن كانت على قدم الوساق خاصة إن هي أكيد هتكون مباراة همى جدا سواء بكرا أو كمان يوم الخميس يعني أو عفوا الأربعاء ويوم الجمعة هتقام المباراة يوم ستة ويوم تمانية من ديسمبر الجاري غدا إن شاء الله مباراة يوم ستة هتكون لفريق المرتبط طبعا أمام نادي سموحة في فاينال دوري المرتبط يمكن فريق المرتبط هيبدأ المباراة في تمام الساعة الرابع مساء والفريق الأول هتكون مباراة في تمام الساعة الثمينة مساء أما بقى بالنسبة ليوم الجمعة إن شاء الله أيضا أمام نادي سموحة فريق المرتبط هتكون مباراة في تمام الساعة الخمسة والنصف مساء والفريق الأول هتكون مباراته في تمام الساعة الثامنة مساء وده تم طبعا تعديل موعد مبارات كرة السل علشان كان فيه تعارض ما بينها وما بين مبارات النادي الأهلي أمام شباب الوزداد الجزائري فعلشان كده تم تعديل يعني المباراة أو موعد المباراة من قبل الاتحاد المصري لكرة السل علشان تقوم في تمام الساعة الثامنة مساء بدلا من الساعة السادسة مساء بنتمنى كل التوفيق طبعا سواء في مبارات الغد أو في مبارات يوم الجمعة وإن شاء الله بقى تكون بطولة جديدة بتضاف لبطولات النادي الأهلي دوري المرتبط لرجال كرة السلة خليني بقى أقول لكم كمان أن يمكن يعني سيدات كرة السلة بيستأنفوا طبعا تدريباتهم بشكل طبيعي جدا استعدادا للفترة المقبلة هيكون عندهم وجهات هامة أكيد في دوري السوبر وأيضا يعني في كأس مصر وخليني أقول لكم بقى أن يمكن كل الأخبار اللي معنا النهاردة نهواندو يا كريم الحقيقة أن كل الفرق الصغيرة محققة يعني الحياة نتائج كبيرة جدا في مختلف الرياضات وتحديدا بقى في كرة السلة يعني شباب الأهلي 16 سنة حققوا الفوز على الظهور بنتيجة 55-46 ده طبعا ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة وأيضا أنسات سلة الأهلي 20 سنة قدروا أن هم يحققوا الفوز على نادي الشمس أيضا بنتيجة 59-46 ده بيأتي أيضا فيه ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة نروح بقى للكرة الطيرة والحقيقة أن الكرة الطيرة يعني عندهم مباراة همة جدا النهاردة أمام نادي المؤولين العرب هتقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر نادي الأهلي هنا باقي الجزيرة ويعني يمكن خلينا ننوه لكل مشاهدي قناة الأهلي المباراة هتكون مزاعة يعني حصريا على شاشة قناة النادي الأهلي فأي حد حابب يتابع هذه المباراة أكيد يقدر أنه هو يتابعها وخلينا أقول لكم أن رجال طائرة الأهلي يعني أو الماسترز الحين هم ماشيين بخطة ثبتة في الجولة الأولى من الدوري يعني بدءا من المؤولين وكمان يمكن خضوا عدد كبير جدا مباراة سواء أمام الترسنة أو الشمسة أو كمان دالفي وحققوا العلامة الكاملة طبعا في كل هذه المباراة ويمكن دي الجولة التانية بقى هبدأوا فيها يعني مرة أخرى أمام مؤولين العرب زي ما أنا قلت هتكون المباراة في تمام الساعة السادسة مساء أيضا الحقيقة يعني خليني أقول لكم أن سيدات طائرة الأهلي عفوا أو فتيات الذهب قدروا أن هم يحققوا الفوز على نادي الصيد بنتيجة 3-0 في المباراة اللي أقيمت أمس على طبعا يعني صال الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر قدروا أن هم يعني يحسموا الأشواط كلها لصالحهم سواء الشوت الأول اللي انتهى بنتيجة 25-16 وأيضا الشوت الثاني 25-16 والشوت الأخير كان 25-19 طبعا نتمنى كل توفيق لفتيات الذهب فيما هو قادم في الجولة التانية من بطولة الدوري أيضا شباب طائرة الأهلي 17 سنة فازوا على باترو جات بنتيجة 3-1 ضمن منافسات بطولة الجمهورية أخيرا بقى نروح لفريق أو فرق يعني كرة اليد المختلفة طبعا رجال كرة اليد بيستعدوا للصفر إن شاء الله يعني خلاص بعد غد يوم 7 للإمارات الشقيق طبعا علشان مباراة السوبر المحلي لقرة اليد يعني مباراة هامة جدا ديربي هام جدا أمام نادي الزمالك مباراة بطولة طبعا أكيب نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي فيها المباراة هتقام إن شاء الله يوم السبت المقبل في الإمارات يعني هتكون أمام نادي الزمالك والحقيقة يعني ده هيكون يوم 9 من ديسمبر الجاري هيكون السفر يوم 7 ثم بقى بعد كالمباراة إن شاء الله هيدخل الفريق فيه معسكر مغلق والمباراة هتلعب إن شاء الله فيه يعني تحديدا يوم 9 من ديسمبر الجاري أو يوم السبت المقبل يعني نتمنى كل التوفيق طبعا لرجال ياد الأهلي فيهم همتهم الصعبة جدا أمام نادي الزمالك في بطولة كأس طبعا السوبر المحلي خليني بقول لكم إن كمان يمكن نشآت ياد الأهلي 2004 حققوا الفوز على نادي هولوليدو بنتيجة 38 تمانية طبعا فرق سكور كبير جدا ده ضمن منافسات بطولة الجمهورية الحقيقة إن كان يعني أداء قوي جدا على الرغم من صغر سن الفريق ولكن الحقيقة قدروا إن هم يعني يحسموا المباراة لصلاحهم بهذه النتيجة أو السكور الكبير 38 تمانية نتمنى كل التوفيق لكل الفرق الرياضية طبعا الأخرى سواء الشباب أو الفرق الأولى كمان وأخيرا بقى يعني نختتم أخبارنا النهاردة الحقيقة بخبر هام جدا ويمكن النادي الأهلي دايما جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية دايما متشوف النادي الأهلي إن هو صباق في خدمة كل ما هو يخص الدولة المصرية طبعا وعلشان خلاص اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية قرر النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي إن هو يوفر خدمة يعني أو خدمة حصرية أكيد لأعضاء النادي الأهلي إن أي عضو من أعضاء النادي الأهلي حابب إن هو يعرف لجنته الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية يقدر إن هو يتوجه للمكان المخصص أو البوث المخصص ليعني معرفة اللجنة الانتخابية وده متوفر في الأربع فروع طبعا سواء النادي الأهلي أو المقر الرئيسي باق الجزيرة أو مدية نصر أو الشيخ زايد أو التجمع الخامس موجودين الحقيقة خلال هذه الفترات هيكونوا منذ يعني بدء اليوم في النادي وحتى نهاية كمان اليوم في النادي هيكونوا شغالين على مدار الساعات وبيخدموا كل أعضاء النادي الأهلي يعني بكل الأعداد الموجودة داخل الفروع المختلفة والمقر الرئيسي باق الجزيرة فأي حد بقى حابب إن هو يعني يتوجه لكل هذه الخدمات علشان يعرف لجنته الانتخابية وأكيد ده هيسهل طبعا على كل أعضاء النادي الأهلي إن هم يعرفوا بسهولة شديدة جدا ودي خدمة مميزة بيقدمها مجلس إدارة النادي الأهلي لأعضاء النادي الأهلي طبعا دي كانت كل أخبارنا من داخل مقر النادي الأهلي باق الجزيرة بشكركم جدا الكلمة لكم مرة أخرى طيب يا مريم أنا هارجع للنقطة الأخيرة برضو عشان وضحها أكتر للسادة المتابعين هو يقدر أي عضو يتوجه للبوث اللي حيكون موجود في أي فرع ومن البطاقة يقدر أنه هو يتعرف على اللجنة الخاصة بيه طبعا بالاسم وبالعنوان صح كده؟ مظبوط كده طبعا بيقدم الكرنيو يعني بطاقة الرقم القومي وبيتعرف على لجنته الانتخابية بكل سهولة والحقيقة يا نهوان يعني العملية لا تستغرق دقائق ويعني مشى بأكيد دور وأكيد أرقام معينة ومحددة والحقيقة أن في مجلس إدارة النادي الأهلي يا نهوان دي قدر أنه هو يوفر كمان عدد كبير من العاملين علشان يكون فيه سهولة في أداء هذه المهمة والحقيقة أنه دي خدمة مخصصة لعضاء النادي الأهلي عشان يكون فيه سهولة كمان أن هم يعرفوا لجنتهم قبل بدء الانتخابات طبعا الرئيسية خلال الأيام القليلة المقبلة طيب ده حيبدأ تحديدا يا ماري معشان بردو نأكد عن إزده حيبدأ أو هتبدأ الخدمة دي إمتى تحديدا؟ يعني النهاردة إن شاء الله المفروض أن هي هتبدأ أو النهاردة يعني هيكون فيه يعني بداية ولكن بشكل رئيسي هتكون الخدمة دي إن شاء الله من بكرة هي رائع جدا وده خبر جميل جدا وأعتقد فعلا خدمة تسهل بشكل كبير للأعضاء معرفة طبعا اللجان بتاعتهم والعملية تكون كمان بتتم بشكل سريع هي دي النقطة كلها شكرا جدا على التغطية المميزة كالعادة زملتنا عزيزة ماريم سميح حلو ده برضو تلاقي الحاجات المختلفة دي أو الخدمات من النوع ده دايما في النادي الأهلي موجودة من غير حتى ما الأعضاء بيطلوبوا يعني دايما بيبقى فيه أو اللجنة عندنا حريصة أنها تقدم أو تذلذر كل العقبات اللي ممكن يعني أو اللي هتقدر عليها لسادة الجماهير أو سادة الأعضاء فأعتقد ده برضو أمر محترم شكل كبير جدا نبالك بقى لما يكون كمان لأغراض وطنية يعني فهمت زي يعني إلى جانب الدور المجتمع المهم جدا بيقدمه النادي الأهلي للمجتمع المصري بشكل عام طبعا لا سيام أعضاؤه بصفة خاصة لكن طبعا يعني ما يكون بنكلم على استحقاق رئاسي ما يكون بنكلم على يعني حدث وطني مهم زي كده فطبعا متوقع جدا أن النادي الأهلي يبقى له النوع ده من اللفتات الطيبة تعالوا بقى نشوف الفيديو جراف ده اللي هنتعرف من خلاله على أفضل خمس لعيب جودو في تاريخ هذه الرياضة ونرجع لكم اليابان يعني هي المسيطرة من التقرير دينا نستشفت طبعا فالجودو دي حقيقة كنت حابة أعرف بقى الناس دي أو الأبطال دول بشتغلوا ايه دلوقتي أو بستبالهم بعمل ايه عارف كان لو كتب مثلا بطل سابق وحاليا بيشتغل ايه برضو ببعندك كريوزيتي أو حابب تعرف البطل ده وسل ايه خلا نتابع مع حضراتكم وننهي الفقرة الأولى ببعض التمارين الرياضية وبعد كده نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم فقراتنا الحورية خليكم معنا صباح الخير على جماهير وأعضاء النادي الأهل الكرام النهاردة هيكون معنا تمارين لعضلات الكتب في البيت باستخدام دومبلز أو ممكن إزازة مية أو أي وزن بالنسبة لنا يكون مناسب أول حاجة هنبتدي نعمل إحماء قبل التمارين واحد نين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة لورا واحد نين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة سبعة درائع التاني واحد مين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة لقراء واحد مين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة أثبت كوعي جنبي واحد مين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة حط كوية للمنظر ده كده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمارين كلها هتكون ونقعد عشان الناس اللي ما بتقدرش تقف او تتحرك او كده كتير اول تمارين معايا هيكون واحد انزل بشويش اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة لكن اول تمارين معايا ممكن اعمله اربع مجامية كل مجموعة تكون عشر عدات من عشرة لخمستاشر عدة على حسب مقدرتي برضو بالوزن اللي ها بستخدمه تاني تمارينة معايا ودي هتكون الكتف الجانبي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة دي برضو نفس الكلام هتكون بوزنة اقل شوية من وزن اللي ها لعبتي بيه هتكون بوزنة اقل لان الوزن التمرين ده اصعب شوية وبيشتهل على الكتف الجانبي فلازم يكون بوزنة اقل شوية تالت تمرين معانا وهيكون للكتف الخلفي هبقى ادرجلي شوية وانزل لتحت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر هاخد نفسي بالراحة خالص تالت تمرين رابع كده تمرين هيكون معانا انتريور واحد اتنين تلاتة اربعة ده كان رابع تمانين معانا خمس تمانين والدومبلز جنبي كده هطلع كده واحد اتنين تلاتة اربعة قوب كده اكون مرنت عضلات الكتف كلها وههتم كمان بعضلات الترابيس لان دي عضلات بيكون مساعدة لعضلات الرقبة واحد كده بحاول لانا اوصل بكتفي لوداني اهو واحد اتنين تلاتة اربعة خمس وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة كان معكم الكابتن حسن من جيم النادي اهل الجزيرة شكرا صباح الفوالة عليك النادي اهل الجزيرة صباح الفوالة كان معنا خبر حلو فكرة انا استضافة مصر لدورة الالعاب الافريقية عشرين سبعة وعشرين يعني بطولة كبيرة وبطولة محترمة جدا وكننا بنكلم أن مصر عندها حلم أن هي تبدأ تخش أكتر في البطولات العالمية اللي عليها تركيز كبير وقلنا إن شاء الله يبقى فيه كمان أمبياد 2036 كل دي كانت تموح وكانت فكرة في الأول الحمد لله ماشيين في طريق سليم خلينا نبدأ بالبطولة الأفريقية على أرضنا وإيه المكاسب كمان يعني هنكلم عن تفاصيل البطولة طبعا بس إيه المكاسب وراء كمان هذه البطولة لو إن شاء الله وأعتقد حتم بشكل ناجح جدا وخلاص تم برح مساءً تم يعني رسمياً أعلن صدافة مصر لدورة ألعاب أفريقية 2027 بعد غياب 36 سنة كلنا وإحنا صغارين حتى يعني كان الأغنية بتاعت عمر دي كان يعني عالقة في أزهان كل الناس اللي هي بالحب الجامعة أنا صح فكان كل الناس كل الناس أصلاً كان بالنسبة لها ذكرى دورة ألعاب أفريقية متعلقة بالمشهد ده فإنه مصر تقدر أنها تنجح تستضيف دورة ألعاب أفريقية بعد غياب الفترة الطويلة دي كلها عن الساحة المصرية خصوصاً أن مصر من الدول الكبيرة على مستوى أفريقيا يعني أنت في خلال 36 سنة دول فيه قدرت دول كتيرين هتنظموا الدورة مرة واثنين وإحنا كمنا غيبين ليه عن تنظيمها لمدة 36 سنة دول بعض الأشياء أنت كده كده كنت مش مهتم شوية بأنك تنظم حدث أفريقي بالنسبة لك شايف أنه الأحداث العالمية اللي قدرت أن ننظمها كوس عالم سواء بقى في ألعاب مختلفة أو أن أنا ركز في أن أنا جيب دورة أو كأس الأمة الأفريقية لكرة القدم احنا ننظمنا خلال السنوات اللي فاتت بطولة كتير جداً يعني كان مثلاً أخيراً 2019 تم إسناد التنظيم لمصر قبل البطولة ب 6 شهور مع ذلك كانت الدولة مصرية حضرة بقوة أنها تقدر أن نتنظم البطولة بشكل أبهر كل الإخوة الأفرق على ذكر الكوس إيه رأيك بعد الإنجاز المحترم اللي اتحقق أو طبعاً منتخب مصر للرجال كرة السلة وفوصهم بلقب كاس أفريقيا اللي هو بنظام 3 في 3 بص أقول لحضرك على حاجة اللعبة في مصر خدت شكل تاني مختلف كتير أولاً هو بس عشان نشرح للناس بسرعة كده إيه الفرق بين 3 على 3 و 5 على 5 هو 5 على 5 لشكل التقريدي بتاع الكرة السلة فرقتين بينزلوا تبهروا في الملعب كل فريق بيبقى عنده البسكت بتاعه بيحاول أن يدافع عنه ويسجل في مرمى المنافس بتاعه القيمة بتاعتك بيكون 12 لعب بيكون موجود في أرض الملعب خمس لعيبة التغيير بيكون مفتوح تقدر تغير في أي وقت بيكون فيه كوتش وقف على الملعب على الخط التسجيل من داخل القوس بنقطتين من خارج القوس بتلت نقاط أي فاول اللي هو قاولين البسكت العادية اللي نسخوا اللي أعرفها أوكي التلتة على تلتة الدنيا فيها شوية مختلفة القاعد اللعب أسرع بكتير زمن الهجم 12 ثانية إحنا في الخمسة على خمسة زمن الهجم 24 ثانية زمن المدة الفعل اللعبي المدة الفعلية بتاعت اللعب في التلتة على تلتة عشر دقيق في الخمسة على خمسة أربعين دقيقة فهو قاعد اللعبة في التلتة على تلتة أسرع بكتير أمتع بالنسبة لللي بيلعب خمسة على خمسة يعني دايما الناس اللي بتلعب وأمتع لأصحاب المهارات بسفة خاصة حتى هتلاقي كل اللعيبة اللي موجودين في المنتخب ده ده حقيقة تلاقي اللعيبة مش اللي هو صاحب البنيان القوي أكتر هو اللي بيكون ليه مكان لازم يكون مهاري خفة حركة بيقدر يختارك الدفاعات عينه حلوة بالنسبة لزميله لأنت أوقات كتير جدا بيتعمل عليك لأنه خلاص هو بورد واحد دي من ضمن الحاجات اللي كنا برضو هن الكلام عن أنت ما فيش بوردين يعني فيش سلتين بيلعبه وأنت هي سلة واحدة بس متقسمة ونص ملعب بيتلعب عليه فأنت قردي لما بتسجل المنافس انتاك بياخد الكرة ما يقدرش لنه لازم يبني هجمة بون الهجمة لازم الكرة تطلع بره منطقة القوس وتقدر بعدها أنك تعمل اختراقات أو تمرر للعب اللي وقف تحت البسكت يقدر أنه يسجل زي ما بيلعبه في الكرة كده جون مشترك زي جون مشترك كده يعني هي دي نفس الشكل المنتخب مصر قدم أداء كبير جدا في كاس الأم الأفراقية اللي تلعب دي احنا كده كده اصدفنا أم أفراقية للناشئين تحت 17 سنة والفيرس تيم اللي هو المنتخب الكبر الناشئين والناشئات قدرنا نحن نفوز باللقب تحت 17 سنة القسيد كسبنا منتخب المغرب في الفاينل في سواء الولادة أو البنات المنتخبات بقى الكبار كسبنا منتخب ناجيريا في الفاينل وكان ماتش قوي جدا وقدم فيه نجم الأهلي عمر زهران مستقب مميز وختم البطولة وختم أصلا فوز مصر بدنك هاي النالح جاب كل ناس اللي كانت بتشاهد المباراة حتى من أرض الملعب أو من على اليوتيوب يعني أو شاشة التلفزيون منتخب البسكت السيدات كان كان قدامه يعني سوق توفيق بشكل مش طبيع أنه انت خسرت بآخر سنة 21-20 وده أصلا قليل جدا ما بيحصل لأنه انت في البسكت لو كان الوقت الأصلي اللي هو العشر داي انتهوا والنتيجة 20-20 كان هيروحوا لإكستر تايم بس ما بقاش بزمن بيبقى لازم الفرقة تسجل نقطتين واربعات وانت في زي ما بيكوننا بنقول 3 على 3 تسجيل النقطة من دخل القوس بنقطة واحدة من خارج القوس هي اللي بتبقى بنقطتين فكان لازم سواء مصر أو كينيا كان هيسجل هجمتين أو كرتين متتلاتين من دخل القوس أو برامية بقى سراسية أو اللي هي من خارج القوس عشان يقدر أنه يفوز باللقب لكن هو حظهم كان سيء لأن الكرة كانت خلاص يعني مع البازر تايم بلغة البسكت زي ما بيقولوا أنه في اللحظة الأخيرة طيب أستاذ محمد هروح معاك لسؤال عام شوية وفكرة هنا أولمبيات أي أولمبيات يعني قادمة هي باريس فأحنا نتكلم عنها تحديدا بس فكرة أننا ببتدي بكل الرياضات والأبطال بتوعي بأهلهم وكل اتحاد بيشتغل على معسكرات وبيديات وغيره حاجة أقول لحضرتك إحنا عندنا رياضات كتيرة متقلقين فيها في الفترة الأخيرة على المستوى السيدات والرجال ومنتخباتنا قوية جدا لكن المشكلة بتبقى أننا الاستعدادات بتاعتي ما بتبقاش كافية مقارنة بالمنافسين على المستوى العالم دي مشكلة قائمة وأزوابها كتيرة جدا وأهم سبب هو العامل المادي اللي فيه رياضات ما عندهاش سبونسرز فيه رياضات بتحقق لي ميديليات لكن ما فيش اهتمام مادي تماما وغير كافي تماما بعيد قوي يعني هنستمر كده لإمتى وعلشان أقدر أقول أننا ببتدي أجهز بشكل أو بصورة مختلفة لأننا بعد توكي قلت يا جماعة هيبقى فيه اختلاف في باريس كل الاتحادات وكل الرؤسال الاتحادات محترامي طبعا وده لازم كان يبقى فيه خطاب بعد الشكل قالك آه طبعا احنا هنقدم شيء وصورة أفضل طبع عشان أقدم شيء وصورة أفضل لازم يبقى عندي شغل مختلف عشان لو أنا نفس الشغل هيديني نفس النتيجة هل احنا فعلا عندنا شغل مختلف هل عملنا معسكرات خارجية هل عندنا دلوقتي بجت أكبر يعني هل ده على الواقع محقق لا لازال حتى اللحظة أنه الاتحادات اعتمادها الأساسي على دعم الدولة ومثالة طبعا في وزارة الشباب والريضان وده يكاد يكون 10% من المتطلبات كل الاتحادات أو كل المنتخبات فأنت بتشتغل حسب المبالغ المالية اللي بتوصلك أو الأجزاء اللي هو أنت المستحقات اللي تقدر تاخدها حتى بعد التدائيمات الرئاسية اللي حصلت في الفترة الأخيرة والتوجيهات بأن كل الاتحادات يكون عندها ما يكفيها من إمكانيات مادية حيث ما نشوفش المشاكل اللي كان بتحصل في البصر دي الفترة الأخيرة ده بيحصل على الأرض الواقع لكن المشكلة أنت عندك أزمات عالمية بتصب على الواقع بتاعك أنت عندك أزمات كبيرة جدا في حاجات كتير جدا خرجة على الأرضتك مش بإيدك يعني أنت تذكر التوارن كده 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 على كل الناس على كل الاتحادات الإقامة نفسها بالنسبة لك أنت بتيجي تقسها ما بتقسهاش بقى بعملتك أنت بتقسها باليورو بالدولار هتكلفك قدية معسكر زي ده فأنت هو بيكون قدامك حلة من اثنين إما تقدر أن عندك لعيبة وعندك منتخب قوي فتقدر أنك تستطيع يعني أنت تستضيف بقى المتخبات الكبيرة دي تيجي أن أنت بيبقى فيه زي تعاون مشترك أنت هتقدم تروح تقعد عندهم معسكر في بلدهم وهو شامل تكاليفه وأنهم يشيروا التكاليف والإقامة وكل الحاجات دي وبالمثل لنفس الأمر اللي أنت تعمله عندك هنا ده أنا شايف أنه ده هو الحل المثالي في التوقيت اللي احنا فيه انتظاراً ليه ما سيتم بعد بعد باريس لأن أعتقد أنه هي الأمور خدت منحة أكبر بكتير من اللي احنا كنا شايفينه قبل كده احنا كنا بنعاني أصلاً كتير جداً على أنه الرئيسات دي مش واخد حقها الرئيسات دي محدش واخد باله منها محدش بيهتم بيها لا بأمانة فيه طفرة كبيرة جداً في الاهتمام بالأمعاب الأخرى وبالرئيسات الأخرى من ما تهتم بي اهتم بي بس ترجم ده بفلوس لا ده حقيقي ده حقيقي بس يا أستاذ محمد خلينا نتكلم شوية يعني أرض واقع ملموس الاهتمام موجود والدعم النفسي موجود والمعنوي موجود ونشوف ودير الشباب ورياضة بيروح دلوقتي يستضيف أو بيروح يقابل ويستقبل الأبطال بطولنا لما بيرجعوا كمان من بطولات مختلفة ده شيء وبيعملوا تكريمات كل فترة بأسماء وانا كل الكلام ده انا شاهد عليه بنفسي بشوفه بصراحة يعني وعارفة اللي بيحصل في الوزارة وهناك أصدقاء لنا ناس كتير وزملاء لنا بس القصة كلها مع كل الدعم المعنوي الرائع ده والمطلوب لازم يكون فيه اختلاف على أرض الواقع من ناحية البجت أنا عارفة أن وزارة الشباب ورياضة عندها يعني قدرات معينة يعني فيه تحدات كتير جدا سواء أولمبي أو غير أولمبي أو هي دي ومطالب أن تهتم بكل الحاجات دي والوزارة برضو دخلها جاي من التخصص اللي بيكون لها البجت من مجلس الوزارة يعني الموضوع كله مفهوم بس أنا بقى إيه اللي حقدر أعمله ما كل رئيس الاتحاد برضو لازم يفكر فيه أفكار الشركات الوطنية رجال الأعمال وسيدات الأعمال لازم يبنيهم دور في دعم رياضين المصريين هي يعني سيركل واحدة بس لا تتم برضو بشكل الأمثل هو الموضوع أنت محتاج من خطة قصرة الأمد وخطة طويلة الأمد عشان تقدر تقول أن أنا هكتفي زي ما بيحصل إحنا يعني كلنا كنا بنشوف حتى ودات آل في كتير من حتى يعني دكتور عشار صبحي نفسه وكان قال أنه أنا ولا بدعم أهلي ولا زمالك خلال فترات اللي فاتت نظرا لأنهما بقى عندهم رعاة قادرين أنهم يكافوا احتياجات الأندية سواء الأهلي أو الزمالك ممكن في المنشآت ممكن في الحاجات الإنشائية يقدر أنه يدعم لأن دي حاجات هتبقى وصول سابتة بالنسبة لأنه هيا نتكلم عن الرياضة التانية لكن آه لكن بنتكلم بقى على أنه سفريات أو الحاجات دي كده كده النادي بيقدر يشيلها فأنت قريدي أنت كالتحاد بيكون المفروض يكون عندك خطة صغيرة خلال الأربع سنين اللي هم عمر الدورة الأولمبية وخطة طويلة الأمد أن أنت بتقول أنا خلال العشر سنين جايين خلص أنا هبدأ أن أنا بدل منح تياجاتي من وزارة الرياضة سبعين في المية تبقى بعد بعد أربع سنين تبقى خمسين في المية طب هو الخطاب ده أو التساؤل ده ده ما تقلش مثلا من أربعين سنة لا بيتقال وللأسف كل حد فيه صح ولا لا أنا بقول لحضرتك هو القصة كلها بس فيه اتحدات للأمانة اشتغلت على ده وقللت الفجوة يعني بذل ما كان هو زي إيه مثلا أستاذ زي الخمسي زي السلاح فيه اتحدات زي رئيس اتحد السلاح كان معنا كريم لما كان بيتكلم هو الطبيعي أنه هو كده كده هيكون عنده برضو لأن خليباني السلاح من ضمن الاتحادات التي تقدر عادي تلات أربع اتحدات فقال ببعض لأنه عنده تلات أسلحة ولاده بنات تلات أسلحة دول صغيرين وكبار ونشئين يعني عنده فبتكلمي في وجهة كبيرة جدا بس مع ذلك أسلا دور الاتحاد أنه هو يبحث عن تنمية موارده ولا المفروض تبقى فيه مخصصات مناسبة لكل اتحاد على حده بما يتماشى مع حجم الإنجازات حتى إلى الاتحاد المعني بيحقق هنا هنروح لنقطة تانية بقى أنه أنت دلوقتي هيبقى قريدي أنت جايلك حجم مخصصات بس بس أنت قدر اللعيب اللي موجودين عندك أكبر من القدر اللي جاي لك ده فأنت قريدي أنت مفروضة يعني قدر اللعبين مش جاي عندك لعيبة كتير جدا عددهم عددهم ولعيبة كتير مميزين أنت شايف أن هم ممكن يكونوا مش نجوم صف أول دلوقتي لكن أنت بتبنيهم يعني إحنا مثلا من سنتين ثلاثة وإحنا عارفين أنه فيه لعيبة كتير جدا في السلاح زي محمد السيد هو مشروع بطل أوليمبي حتى لو مش في الأوليمبيات اللي جاية ففلوس أنجلوس عشرين أربعة وعشرين هيكون العيبة مشروع البطل أوليمبي ده الواحد ومحتاج بجت يعني أنا دلوقتي اخترت الأبطال اللي هما مشروع أنا حصرف عليهم بقى ازاي عشان أعدهم يبقى أبطال كده كده هو أنت شغال في نفس ده لأ أنا بقول حضرتك عليه أنت شغال في نفس الدايرة اللي أنت فيها النهار لكن الدايرة دي لازم تتسع اللي جاي ودي ده من ضمن الأهم الأشياء اللي أنت لازم تشتغل عليها هو أنت أريدي ملف الميديا بتاع هو أنت الاتحادات الرياضية في الدول المتقدمة الدنيا ماشي فيها ازاي ماشي فيها يعني آلية الإنفاق مثلا لا 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 هما الدنيا هناك خلاص أنت أريدي يعني مثلا هقول حضرتك على حاجة فيه اتحادات كتير على سبيل المثال كتينس كتينس طولة مثلا هو الأريدي الاتحاد نفسه عنده من القدرة الانفاقية هو عنده صالة خاصة بالاتحاد صالة تدريب عنده أكاديمية خاصة بالاتحاد هل تتكلم عن الاتحاد المصري؟ لا اتحادات الأجنبية اتحادات أجنبية هو أريدي الاتحاد نفسه بقى عنده اللي يكافيه هو ماديا بقى عنده أريدي منشآت أو نقدر نقول عليها أدوات يقدر يجيب بها فلوس فدي من ضمن الحاجات يخينا الحياة بناخد الفلوس التحادة عندنا بتاخد الفلوس تصرفها في مجال غير انفاق لا لحب لعب لأنه كده كده وفيه جهاز جهاز مركزي المحاسبات ووزارة الرياضة كده كده بشكل دائم بيتم التفتيش على الاتحادات انت صرفت الفلوس وصرفت التعمل قصة مكلفة احنا كان معانا مرة كان مش فاكر برضو طبعا رئيس الاتحاد بس أنا متلخبطة كان أنا ياتحاد فيهم فبنسأله طيب المعسكر تقريبا يكلف كامل خارجي قالك حسابها كده اتنين مليون فقالله لا خليك عسكر عندنا عشان كده قلت لحضراتك من البداية موضوع معسكرات الخارجي خل معسكر واحد يعني منتخب واحد بيكلف تقريبا اتنين مليون جنيه طبعا لا هي تكلفة كبيرة كنت بتكلم مع مين صندوق اتحاد اليد قبل المعسكر بتاع منتخب ومنتخب اليد منتخبات الكبيرة وعنده وعامل الوزاق يعني منتخب اليد بالنسبة له وهو عمله اصداع في دماغه لأن انت بتتكلم في عدد كبير من اللعيبة هيسافروا عندهم اقامات لكن هو القصة بقى ان انت هنا رجعنا نفس النقطة اللي كنا نتكلم عليها انجاز الكبير اللي عمله منتخب مصر هو خلاك تتكلم في تذاكر التهران بس منتخب ألمانيا هو اللي طلب انه هو لصديفك قام عشاء كل التفاصيل ده وطع استستيقظ انت جايلك دعوة لكن لكن ما ينفعش مثلا نستغنى عن المعسكرات الخارجية هتكون بعيدا بدلا مروح مثلا معسكر خارجي مثلا مثلا في ألمانيا أو في انجلترا طب ايه إمكانية جلب أحد الخبراء الألمان أو الإنجليز ييجي هو يعسكر بلعبتنا في مصر يبقى ترشيدا هو واحد ولا المعاب لا يبقى شخص هيكون ده هو الرجل هيكون جاي يقدم مهم يعني يدور المعسكر إنجاز التعبير هو هنا هيكون جاي هل هو بدعوة عشان خاطر ييجي يشوف التفاصيل ولا هو هيكون جاي يشرف على الإضارة الفنية أو إن هو يشرف بيحصل ده في التحدات تانية كتير بس انت عايز المعسكر يبقى فيه وديات أنا هستفاد إيه لما بس خبرة تيجي من النقطة هنا عشان أقدر اللعيبة تقيس نفسها لأنه هو اللعيب مهما نتضرب أنت بيحصل عندنا هنا أنه هو بيتضرب ما حد مش في وزنه يعني مثلا على سبيل المثال يعني عبداللطيف مانيع بطل العالم في المصرع الروماني هو كده كده الرجل عنده مشكلة أنه ما عندهش حد بيقدر نقف بييجي مين حد أقل منه في الوزن فهو ما فيش تكافؤ ما فيش تكافؤ بين الاتنين اللعيبة أو أنت عندك لعيب نفس وزنه بس ما عندهش الخبرات اللي تخلي عبداللطيف يكتسب أو علاء ليسق الخبرات أنا أحس أنه بقيس بقيس مستوى النهاردة أنا روحت فين لكنه أنت كده كده طول ما أنت بيتجرب هو بيتجرب نفسه ما حد أقل منه ما مش هيتطور مش هيلاء نفسه بيروح لشكل أفضل فالموضوع محتاج تفاصيل كتير ومحتاج شغل بشكل مختلف لفترة زمنية طويلة ساعتها هيكون أنت متشاف كاتحاد بشكل كبير الناس شايفاك فهتلاقي الرعاة نفسهم بيبدأوا يجوا لك يبدأوا يتكلموا مع أبطالك عايزين يجو لا لكن للأسف إحنا عندنا اتحدات في مصر أكيد أنها بتعمل في السر يعني هو شغال مش عايز حد يأخد باله أو يركز على الإنجازات اللي هو بيعملها إزاي هو ده أمره وقع والله يعني هو مقفل على مقفل على اللعيبة إحنا بنتفاجئ أنه عنده لعيبة مسافرة بتلعب ليه هو مفيش حد بيتابع الاتحادات المختلفة ولا إيه لا قام قصة المتابعة كوزارة ما هي بتتبع أو عارفة مين اللي مسافر وعنده أنا بتكلم عليه إحنا ما هو أنت بسحافة أنت هيجي لك أنت هيجي لك معلن إزاي من غير ما يكون الميديا شايفاك يعني من غير ما أنت تكون النهاردة أنت بتتكلمي عن لاعب وليكن يعني في التجديف في الكنوي في رفع الأسقال فعي رياضة من ضمن ده أعيب الاتحاد ولا عيب الإعلام إنه هو اللي مش بيغطي كده كده الإعلام بيحاول عظم بيقدر أنه هو يدور في كل المجالات المختلفة دي لكن في بعض انت بعض الاتحادات هي بتسافر وبترجع من غير ما حد يعرف نهو لا سافر ولا رجع في معضلة إن كرة القدم بالصفة خاصة هي مع شقة الجماهير في العالم كله وفي طبيعة الحال بتأخذها النصيب الأسد من هاي موارد دي طب نغير الواقع ده إزاي بحيث إنه مبقاش معانا اتحادات مظلومة أو رياضات مظلوم التغير يعني نغير أهواء الناس بمعنى أصح إزاي كريم أنا عايز أقول لحضرك على حقي عشان نكون منصفين أنا من أول ما بدأت يعني الكلام ده من 12-13 سنة كده كنت بحارب عشان يبقى الألعاب الأخرى لها مكان على الساحة والناس شايفاها والناس تهتم بيها ده أنا أكلم حضرك في الألعاب التلاتة الكبار أي بعد الكرة سلة وطيرة ويد أوكي إحنا دلوقتي بنحاول إن كل الاتحادات التانية تبدأ إنها تأخذ نفس الشكل أو نفس الدور اللي وقد ده بقيت فيه دور عليك أنت كاتحاد وفيه دور على على الصحافة كصحافة وفيه دور على المؤلن نفسه اللي هو اللي هيبدأ إنه هيبدأ شايفك فهيجي يقول لك طيب أنا عارف إن أنت كلعبة ما عندكش جمهورية يعني أنا هو المؤلن عشان ييجي يكون يشريك معك في أن هو يشيل معك في تكاليف لعبتك هيقول لك حاجة من اتنين يعني إما اللعبة دي بتتشاف بشكل كبير يعني أنت بيتزع لك مطشاط بيتزع لك مباريات هو بالنسبة للفعل إن إذاعة المطشاط والمباريات فيه ده ما بيحصلش ليه أصل لا وإحنا لو هنتكلم إحنا بأمانة قناة الأهلي يعني مش لها سبق إليها مساحة كبيرة جدا في أنه لا أنا أقصدش قناة الأهلي تحديدا كذا على الميديا بشكل عام الميديا والصحافة والبث يعني هو ده بيحصل بس فيه اتحادات هوريدي نفسها هي رفضة فكرة إنه تبيع منتاجها ببلاش يعني إنها الله ما أنا لسه أقول لحضر رجع الحاجة أنت أنا واحد من الناس كنت شاهد على التجربة بتاع اتحاد البسكت عشان واحد برضو يكون أمين كل الاتحادات يعني فوق دماغنا وعلى راسنا بس اتحاد البسكت من ضمن الاتحادات اللي اشتغل ببلاش للقنوات والمواقع والحاجة كتير جدا عشان هو كان في دماغه فكرة تانية هو أنا عايز إن أنا أبدأ أسوأ للعبتي أو أن أنا أبدأ خلي لعبتي وده فكرة بيحترم ليها فبدأ إنه هو شعبية حضرتك عايز يزيع المطش الفلاني تفضل ولا ما بيتكلمش مع أي قناف ولا في بند إعلاني ولا في لغاية لما يوفى على رجليه وهم اللي بيجيله ما هذا الصح هو بعد كده بقى عنده بدل المؤلم ثلاثة بدل المؤلم في أرض الملعب ثلاثة طبولي التجربة دي ما تستنسخش في اتحادات قلنا كده والله كتير جدا إحنا عانينا مع اتحادات مش روحة مش عايز يسمي بس اتحاد بإسمي يعني عشان فترة جاهل بس بس للأسف انتو يا جماعة اشتغلوا على ده لأنه هو ده هيبقى بالنسبة لك كنز انت انت النهاردة ممكن تكون بتقول أنا ماشي قناة في فنان في فنان هيجي زيعة طب أنا كسبان ايه من وراء ازعتك للمبراء ما انت هتبص النهاردة تحت رجلك مش هتكسب بكرة انت بكرة انت المعلنين دول بقوا شايفيني انه هو أنا بحط الأعلان بتاعي في أرض الملعب تصويقي كده يدخل في الملف ده كده ويقول قوله كل كل اتحاد لازم يكون عنده حد يكون بيقدر ان هو عنده فكر تسويقي يقدر ان هو يشغله الدنيا بشكل مش تقليدي يعني انت لو تشتغل بشكل تقليدي تعرف لو كل اتحاد مثلا يدور على حد من الناس المشهورة كان بيلعب مثلا اللعبة دي وجي بعد كده عزموا في في بطولة او في ماتش واتزاع مثلا انت على صلط الدوق او ببلاش ما هذا بيحصل مثلا فين بيحصل عمري بسمعتها لا الله لا بأمان عشان واحد يكون يعني خلينا نفكر في اللوح حاجات مش هدفع جنيه وفي نفس الوقت هتعمل لي ماركتنج حلو ممكن تعمل لك ماركتنج لحدث او او انا عايز انت لما تبقى بتتكلم بتتكلم الاستراتيجية طويلة عشان بعدها انا لما اجي اقول لحضرتك ان هو اتحاد البسكت بكرة خلاص هو شكرا مش عايز البجت بتاع وزارة الشباب الرياضة ليه انا بقى عندي من المداخيل اللي تكفيني ان انا عمري ما فيه اتحاد هيقول لك شكرا لا والله ليه انت بيتكلم كلاما ملاقع مستحيل اي فلوس هتيجي طبعا هتبقى مهمة بالنسبة له مصرفة احسن ما هيكده كده ما الوزارة ما بتشوف ما هي انت مش تعمل عقود رعاية غير تحت مظلة عقود الرعاية بتيجي اكتر للفرق او الالعاب الجماعية ولا الفردية لا طبعا بدون نقاش الالعاب الجماعية لان الالعاب الجماعية عشان نكون امنا اهلي وزمالك فهو اي مؤلن جاي في اهلي وزمالك اما في اهلي وزمالك يعني في جماهيرية في شعبية في رمضش بس مين اللي بيفسد لي بطولات اكتر الفردي ولا الجماعي لا طبعا بدون بقى نقاش الفردي طبعا انت بتجاويني في حتة والواقع في حتة انا بقول لحضرتك المعلن هدفه الانتشار انتشاره هيكون عن طريق العاب الجماعية انا بشوف العقس الفردي ما انا رسي اقول لحضرتك في نفس الوقت هو لو هيدور على انجاز ما هو هنا فكرة بقى تانية دي ممكن مش عايزة حلقة عايزة فيلم اصلا لوحده تاني خالص انه انت بتدور على اني مكسب صناعة البطل يعني انت ما انت ممكن تكون مش صناعة بطل طبعا عايز المكسب خلاص هروح على الجماعية وخلاص لكن في ناس تانية بتكون ده حيرجعنا في الاخر عارف ليه اللي برضو نفس المواضلة الازالية فكرة ان اهواء الناس هي اللي بطبيعة الحال بتوجه المعلنين يعني هي اللي بتقول لهم اعلنوا فيلم من غير ما يضطروا يقولوها بشكل بتتقل بشكل ضمن يعني فمن هنا لازم يبقى فيه مجموعة من الافكار الغير اعتيادية برا الصندوق لتنفذها او تنفذها الاتحادات المختلفة عشان يبقى فيه فرصة او حتى براش فرصة شبهة تنمية موارد والله يا ريت وقولك على حاجة اتمنى ده يحصل وحصل قبل كده حصلت مرة واحدة هنختم بيها يعني عشان الوقت انا عارفة في رمضان مثلا انا اتمنى في يوم من الايام نلاقي رمضان مرة في سنة مش بيعمل الاعلانات الممثلين خلاص اصلا الممثل ده النهاردة بيعمل الكمباوند ده تاني يوم خلاص يعني انا مش هنروح اشتري عشان ممثل برضو راح يعني على فكرة هو كيرز يعني محترامي الشديد انا دلوقتي لو جيت استعملت الابطال بتوعي دول حتى في أولمبيات توكيو فاهم اصلي يا كريم هتلاقي الموضوع اختلف ابتدي حتى لو الناس مش عارفاهم اكتباس متحت ده بطل مصرف كذا دي بطلة مصرف كذا اعملوا انتوا الاعلانات هم حيستفادوا وانت هتستفيد والمجتمع حيستفيد على فكرة كلنا يعني بجد ولا الممثل اللي يستفيد خلاص بقى يعني كفاية هو الممثل انا محتاج فلوس انا محتاج شهر اصلا وانا خلي بالك انا دوري ان انا اصلا ارد على الكلام اللي بيتقال بس هو عشان انية اللي وراء ما فهوما هي فكرة ان انت فاعل انا عمري ما تخيلتك كممثل مبسل مش عارف ان انت تلخي عليها الضوء عندنا ابطال في مجالات مختلفة لكن ما اخلي بالك برضو داي هيرجعنا تالت مرة لفكرة ان الناس واغواء الناس واختيارات الناس وتفضيلاتها هي للأسف الشديد لها اليد العليا في مسألة توجيه جهات الانفاق انجاز التعبير فده وضع لازم يتغير لمصطحة الرياضة المصريحة ولازم سريعا مش بس ده حقيقة لان انت الاقاع والحركة حوالينا اصرع بكتير مما احنا بنتحرك يعني كل دول العالم بتوغد الرياضة بالنسبة لها يعني في مصاف اهتماماتها احنا الدولة نفسها انه ده يحصل بس بس تحرك الناس وراها مش بنفس كيفية تطديه نورتنا وبلف شايخ وانا بحب جدا نتكلم فيه وان شاء الله لسه هتكلم فيه الحديث بقية لان ملف اعتقد مش هيتحل في يوم ولا في سنة محتاج زي ما انت قلت long term short term plan وثقافة تتغير زي ما انا تكلمت في اخر اللقة قلتها شكرا لي جدا شكرا على جوزك معنا وان شاء الله عندنا درداشة مطولة معاك بقى عن الدوريات الاوروبية وبصفة خاصة طبعا الدوري الانجليزي ودوري الايطالي بس خلينا نبتدي الاول بالقرعة قرعة يورو 20-24 كيف رأيت هذه القرعة واصفرت عن ايه واصعب المجموعات ايه في رأيك كان عادة قرعة تبقى دايما متوازنة اليورو احنا كلنا عارفين نوبي ب24 طبعا منتخب ففكرة ان انت تتكلم في ان في منافسة قوية في مجموعة ما بس سنة يعني مجموعة واحدة بس في القرعة المراضي بتبقى صعبة شوية لان انت دايما بتتكلم من الاول وتاني دايما بيتأهل وفي اربعة من الست مجموعات كمان بيتأهلوا الدور الست عشر فغالبا اغلب الفرق القوية اللي هي الفرق المصنفة الاولى والتانية وجزء كمان من التصنيف التالت بيتأهل للدور اللي جاي شوفنا في القرعة المراضي يعني في مجموعة قوية جدا جدا كانت المجموعة التانية اللي هي فيها اسبانيا وكرواتيا ويطاليا ويطاليا بالزبط ومعهم البانيا طبعا البانيا هتكون مظلومة جدا في قرعة زيدي تحس ايه اللي جابت هنا بالزبط هتفرس يعني طبعا تعتاد منتخبات طبعا كرواتيا كلنا عارفين حتى وان كانت نتائجها في اليورو قوة العظمة في قرعة القدم في العالم كله فدي دايما اشوف هتنا مجموعة قوية طبعا المجموعة الاولى كمان اللي فيها المانيا وسكوتلندا مع المجر وسوسرا مجموعة صاحب الارض غالبا بتبقى يعني هادية شوية وتبقاش قوية المانيا وسوسرا غالبا برضو ضمنين التأهل كأول وتاني من المجموعة ربما نشوف منافسة من اسكوتلندا والمجر ربما نشوف حد منهم ضمن أفضل أربعة توالد ويتأهل للدور التاني بس أظن ده ممكن يكون صعب شوية مقارنة برضو بباقي المجموعات اللي احنا هنعرضها برضو دلوقتي يعني بسا برضو المجموعة التالتة فيها انجلترا والدنمارك وسربيا وسولوفانيا أكيد انجلترا والدنمارك برضو هيكونوا ضمنين التأهل بنسبة كبيرة ربما سربيا وفقا للعيبة اللي بتاعتها الجيل الحالي اللي موجود في الدور الإنجليزي جزء كبير منه في الدور الإنجليزي ربما نشوف سربيا بتنافس على المركز التاني مثلا نتاخده من دنمارك وإن كان برضو أشوفها يعني نسبتها لا تتعدى 25-30% بس ممكن نشوف سربيا قد من أفضل توالد برضو في المجموعة الرابعة في فرنسا والنمسا وهولندا أكيد طبعا وفريق اللي هو الملحق اللي هو المصر رقم إيه بس أكيد أكيد فرنسا وهولندا هم الأبرز للصعود من المجموعة دي النمسا وإن كان برضو منتخب متطور في الفترة الأخيرة وفي آخر السنين وعنده العيبة بتلعب فيه أندية كبيرة لكن في النهاية هو يصنف من الجزء السفلي للتصنيف بي مش ما نقدرش أننا نعتبره يعني منتخب قوي قوي فوارد النمسا برضو تتأهل ضمن التوالد بس برضو أكيد الماكس الأول والتاني محسوم لفرنسا وهولندا المجموعة الخامسة فيها بلجيكا وسولوفاكيا ورومانيا طبعا بلجيكا بتعتبر يعني شبه الوحدة في المجموعة دي رومانيا في الفترة الأخيرة بتتطور زي كنا نعرفين ابن جورج هاجي طبعا للصورة الرومانية الكبيرة موجود مع المنتخب ده وهو مش المنتخب المرعب حيكون معاهم الفريق المتآهل من الملحق رقم بي بس في النهاية المنافسة يعني ما بين الملحق وسولوفاكيا ورومانيا هتكون في واحد بس منهم اللي هيتآهل في المركز التاني لكن بلجيكا طبعا بالأسامي الكبيرة اللي موجودة معاها هتكون على صدارة المجموعة المجموعة السادة والأخيرة طبعا فيها البرتغال والتشيكو تركيا والملحق رقم سي اللي هيتآهل من الملحق رقم سي طبعا برتغال بدون شك أكيد هتكون على صدارة المجموعة هيكون فيه منافسة على المركز التاني ما بين تركيا والتشيك طيب المباراة اللي افتتاحية بقى توقعتك بردو يعني الشكلة هيبقى عامل إزاي هتبقى تنفسية شديدة ولا احنا بنتكلم مباراة تبقى خفيفة لسه بنفتاح بيها البطولة لا بس خلينا نحط في الاعتبار أن المانيا نتائجها بردو متخب المانيا نتائجه فيه آخر خمس سنين مش أفضل حاجة بس سكوتلانده بردو بعيدة جدا بالزبط بالزبط يا دي النقطة اللي ممكن ترجح كافة المانيا لكن لو هنبص على المانيا في المطلق وفي العموم في البطولة دي خروج من الدور الأول في منديال 18 خروج من الدور الأول في منديال 22 كمان اليورو اللي فات خروج من دور 16 على إيد انجلترا طبعا وكلنا زي ما قلنا في البداية أن احنا التأهل من دور المجموعات سهل فكون الألمانيا تتأهل من دور المجموعات في دور 16 عادي بس إنها تخرج من دور 16 ده بش طبيعي فآخر ثلاث بطولات يعني رسمية قوية شارك فيها منتخب ألمانيا ما كانتش أفضل حاجة هو إيه اللي حصل للمنتخب الألماني اللي طول عمره تقيل قوي حتى في كاس العالم بصفة خاصة إيه اللي حصل معنا التأخر في التجديد إن أنت اللي ما بتجددش القوان بتاعك بتعتمد على نفس الفريق بتعتمد على نفس حتى المدير الفني كان يوكم له في اللي كان موجود معهم قبل ما يجيبه طبعا ناجلس مان اللي هو موجود معهم دلوقتي بدأ نوعا ما يحس نتاج شوية بدأ أنه يعتمد على لعيبة زغيرة في السن لعيبة بدأ يدخل عناصر جديدة في المتخب الألماني لكن لغا دلوقتي ولسه ما وصلش لأفضل توليفة يقدر أنه يلعب بيها مع ألمانيا مع ناجلس مان اللاعبوز حوالي 6 مباريات تقريبا خسر 3 وفاس في 2 وتعادل في 1 النتائج مش أفضل حاجة بس برضو احنا بنتكلم من 5 سنين إن ألمانيا بتخرج من المتوات الكبيرة آخر 10 مباريات ألمانيا بتخسر منهم 6 مباريات ألمانيا بتخسر من نتائج كبيرة ألمانيا لما لعبت منتخب اليابان فماتش ودي ألمانيا خسرت 4 ألمانيا بتخسر من تركيا 3 طبعا اليابان لو حنكرنها بألمانيا مع كامل احترام للكرة الأسوية كلها بالضبط وحتى وإن كانت اليابان حتى خطة بدأ من دلوقتي إنها تكسف كاس العالم كمان 27 سنة بس هم بدأوها من دلوقتي وبدأت نتائجها كمان 27 سنة ده مش لونج ترم ده لونج لونج ترم بالضبط طواء يعني حتى نشرها التعادل الياباني كان نشرها على المواقع الرسمي عنده خطة الفوز بالمونديال في 2050 هو حطت خطة شغال عليها من دلوقتي وبالمناسبة نتائجها فعلا بدأت تباين اليابان آسف دلوقتي بتكسب منتخبات أوروبية بنتائج كبيرة في مباراة الوداية اللي بتلعبها في الفترة الأخيرة وبيعتمد أنه بيلعب مباراة الوداية ناس منظمة جدا عندهم سيستم رائع حتى دلوقتي احنا منكب نهزر ونوضع لسه بدري بس على فكرة فعلا بعد خمسين سنة أعتقد ومؤكد أن هم ممكن فعلا يفوزوا بيها شوف قديهم اللي تبعيدة كرة اليابانية مش موجودة أصلا بالضبط احنا شوفنا المغرب في كاس العامل اللي فات بيوصل سمي فاينس ويحوروا أي حاجة لعلم طبعا طبعا وهي كرة بالموضوع كنا زمان بنقول إنها مجرد لعبة بدأنا في بداية الألفنات نقول إنها لعبة وبزنس لأي الوقت بقيت لعبة وبزنس وعلم ده اتفل معك جدا طيب إحنا هنتكلم عن الدوريات طبعا المختلفة بس أنا عايز أروح لتصريحات مدير باريس سان جيرمان لأن لما أجي أسمع إن فيه كلام إن خلاص من بابي بشكل رسمي احتمال إن هو يرحل عن بي أس جي فبرضو ده عليه علامة استفاهم شوية لأن كان فيه جدل فترة اللي فاتت طريبا من خلال شهرين فاتو هو حيرحل ولا حيبقى لسه عقده مخلص تما كان عنده أفر كويس جدا هو هل ممكن يروح ريال مدريد ولا لأ يعرف منك يعني هو يعني المسلسلة تعم بابي مستمر بقى لفترة سنين بالضبط يعني في شهر ستة وشهر سبعة في كل سنة من الثلاث سنين اللي فاتو دايما بمتشوف المسلسلة ده بيبدأ وبينتيه في النهاية ان بابي بيفضل برضو في النهاية في باريس سن جرمان بس المراد الموضوع هيكون مختلف لأن خلاص آخر عقد ان بابي الصف اللي جاي من حقه في شهر يناير اللي جاي هو يوقع لأي نادي مع بس إبلاغ باريس ان هو هيوقع لي النادي الفلاني حتى الآن هو مجددش عقده وأظن ان هو مش هيجدد عقده بس هو تصريح أرمسترونج طبعا هو مدير الإرادات في نادي باريس سن جرمان هو تصريح تسويق بحث أو تصريح من ناحية البزنس هو الرجل كان بيتكلم أن اوكي مبابي العيب كبير ومهم جدا في الكرة العالمية كلها تأثيره الفني على باريس سن جرمان ربما يعني هو أنا ما كنتش داري به كمدير للإرادات لكن تسوقيا هو ما يفرقش معنا وده تصريح أنا أشوفه زي ما قلت هو تسويق بحث هو الرجل بش عايز يحسس النادي اللي هو فيه والمؤسسات اللي بتتعاقد معاه كسبونسرز أو أنه هو أنا حتأثر برحيل مبابي لا أنا جبت ميسي وميسي رحل عادي جدا ورادوا المرحلة دي مع مبابي من بدري فاكر الفترة كان فيها تلاسل وتراشخ متبادل بين مبابي وبين رئيس النادي أصلا ده فيه ناس كتير استبعيد الفكرة أنه هيستمر مع نادي أصلا بعد اللي حصل الموضوع وصل يعني زي ما بدقول لإخناقة ما بينهم يعني وحتى كمان رئيس النادي قال له يعني أنا أنت حتتجمد أنت مش هتلعب طبعا التصريح ده كان وقتها عمل مشكلة أنه طبعا مش مسموح أن أنت تجمد أي لعب مهما كان والله لو حتجمدني وحتدفع لي يعني يبقى جمدني هو في النهاية هو حيدفع حيدفع بس الخسران الوحيد كمان هو حيخسره والله ما قاعد برضو كاميرتابه بيأخن هو أمبابي مش هيخسر حاجة الخسران فعلا في الموضوع ده هو باريس سان جيرمان يعني حتى لو مدير الإرادات بيحاول أنه هو يهدي من نبرة الخسارة شوية بس هو في النهاية لا أنت هتخسر ليه أنت أهم العيب مش هقول موجود في باريس بس أهم العيب موجود في العالم دلوقتي نظرا لمستوى وأرقامه وسنه وقمته مع المنتخب وقمته مع النادي هيرحل ببلاش أعتقد هالند هو ممكن يطلق عليه في السن بتاع مابابي لا مش مابابي هو الأفضل حاليا بتكامل سن 22-25 ده يعني بتهيالي بالأرقام كمان ممكن علشان أمبابي عشان أسف هالند راح الدوري الإنجليزي أمبابي لو راح ريال مدريد أو راح الدوري الإنجليزي لا ممكن بنسبة كبيرة يعدي كمان هالند لكن حاليا الدوري الفرنسي بالضبط الدوري الفرنسي يقلل من قيمة أي حد ممكن يعدي هالند طبعا طبعا لو راح نادي أو يعني في الدوري الإنجليزي طبعا ده أنت مدرك حجم الغزارة التهديفية اللي عند هالند بس هقولك على حاجة هالند جنسيته إيه نرويج منتخب نرويج لم يتأهل اليور ولن يتأهل لكس العالم ولن يحصل على أي بطولة ده أمر مفروغ منه مهما كان يعني عنده هالند وكل حاجة بس هالند بقيمته اللي بيعمله مع المانسيتي دي كلها ما قدرش إنه هو يوصل منتخب بلاده لليور لما عندهش في منتخب ميلاده ونفس اللي بيتسرفس عليه بالضبط مع مانسيتي فإذن في حلقة نقصة عند هالند يعني لما يجي قيم هالند أقول إنه أنا عندي أحسن لعب في العالم طيب أحسن لعب في العالم عمل إيه منتخب بلاده ما قدرش إنه يعمل حاجة نفس المشكلة اللي موجودة عند محمد صلاح هي مشاركة يعني ولحق لسه يعني دي ما تعتبرش أو ما نقدرش نقيم دلوقتي بتاقي يعني ومع أنا قلت مع النرويج بش هتوصل إلا اليورود اللي جاي ده بقى مززنب هامد ده بقى هو مززنبه النرويجي معايش بس في الناحية التانية لو ما بقى بدني جي نحط المقارنة النبابي لأ بياخد كاس عالم عشان ده حظه إنه هو إيه وبيقصة إنه كاس عالم ما هي دي بقى هي دي دي مش بتاعته فيه بتطلبت بعكنا فيه حاجات والله مش بقدينا ما هي نفس المشكلة اللي موجودة عند محمد صلاح هالمنطقة في مصر هي ممكن ياخد كاس العالم مع محمد صلاح والله يعني ممكن يعتبر حلم بس إن شاء الله إيه لو عايشين يبقى حقيقة يعني لو يا رب نتمنى نرجع نكمل وبما إننا بنتكلم ولسه بنتكلم عن الدوريات الأوروبية ما تيجي نقف شوية كده عند لعبتنا المحترفين الدوريات الأوروبية المختلفة ورؤيتك للي هم عاملينه وخصوصاً هم للأمانة يعني إلى حد بعيد يتقال إنه هم عاملين شهر حلو كل واحد فيهم في الدورة اللي هو ملعب أكيد طبعاً محمد صلاح يعني نمبر ون في المحترفين المصريين دايماً في آخر السنين محمد صلاح يعني ربما إنه هو يكون في آخر الموسم اللي فاته وبدأت الموسم ده كانت يعني الناس بتبص عليه رقمان بتقول إنه هو مش أفضل حاجة مقارنة ببداياته مع لي فاربولو أول ثلاث مواسم بس إحنا بنشوفه السنة دي بنافس هالند بقوة كمان في صراعها دا في الدور الإنجليزي إنه هو فارق هدفين بس عن هالند كمان نضيف على كده إنه محمد صلاح بقى الرقم واحد بالنسبة له كمان صناعة الأهداف غير إنه هو يسجل الموضوع التسجيل الأهداف ما بقاش الأهمية القبصة وبالنسبة لمحمد صلاح صلاح دايماً بيحاول إنه هو يوصل النونس بيحاول إنه هو يوصل جوتا بيحاول إنه هو يوصل دياس دايماً للمرمة بنشوف التمريرات وكمان الأساسات اللي بيعملها بيعملها بشكل أقرب اللي كان بيعمله ميسي مع برشلونا كمان يعني الموضوع بقى فيه كرياتيفتي عالية جداً من محمد صلاح مش حاسس إنه صلاح يعني كان الناس كان بتتكلم إنه هو حيوصل لسن الاثنين و تأتيين و تأتيين و تأتيين حيبدأ الكيرف ينزل حي تبدأ الموضوع يقل لا بالعكس محمد صلاح السنة دي كمان بيزود حاجات فيه الكدرات بتاعته بيزود صناعة اللعبة بيزود طريقة صناعة اللعبة بيزود طريقة وصول زميله للمرمة حرقاته كمان جوال ملعب بيزود العرقام القياسية اللي بيحطمها كل يوم طبعاً ده شيء بديه محمد صلاح يعني كالعادة بيبهرنا أتمنى أتمنى يعني في ظل الكامل كان بيتقلم مع بداية السيزن و اقتراب شهر يناير و بنهاية السيزن اللي احنا فيه إنه هو ممكن يمشي من ليفربول أتمنى إنه هو يكمل طبعاً إنه هو قادر على حاجة زي دي طبعاً أقدر إنه هو يقدي في الطوب ليفل اللي هو موجود فيه حالياً ده لا يكمل فيه إنه هو يستمر و إنه هو يحقق كمان الأرقام والتطور اللي هو شغال عليه لغاية دلوقتي كمان يعني عندنا مصطفى محمد في نانت الفرنسي أوكي كان أفضل من كده يعني أفضل من الفترة الحالية مع بداية الموسم كان بيسجل بشكل مستمر كان بينافس سمبابي كمان على صدارة هدف الدوري الفرنسي كان فارغ ما بينهم هدف واحد لكن مع فترة التوقف الدولي اللي فاتت نتائج نانت كمان في الدوري الفرنسي بدأت تتراجع بشكل مدير اتعرض لضغوطات برضو كتيرة بصراحة يعني بالضبط وتابعنا الأسباب وتابعنا الواقعة بتاعة اللي هي الريمبوز والحاجات اللي زي كده يعني وموقفه اتجاهها يعني برضو يعني ده أعتقد برضو كان ليه تأثير صحيح طبعا دي كلها حاجات بتأثر بس أنا اللعب الكبير بالنسبة لي واللاعب المحترف واللي بيلعب فيه اللي بيلعب زي الدوري الفرنسي أو الألماني أو الأسباني أو الإنجليزي أو الإيطالي أتمنى دايماً الحاجات اللي بتبقى برضو الملعب أنها ما تأثرش على مستوى لازم مصرح محمد يبدأ أنه يرجع تاني في الجزئية دي مع ضرورة الاعتراف أن ننتيجه تراجعت بشكل كبير جداً في الفترة الأخيرة في إقالة للمدير الفني في مدير فني جديد بييجي فأتمنى أن مصرح محمد يكنسل كل اللي هو بدأه في أول السيزون يعتبر قليل لم يكن يبدأ أنه يرجع تاني نفس الفترة دي يبدأ أنه يشتغل من جديد وقت التربزون يعني مثلاً؟ لا بدايته مع نانت في الدوري الفرنسي كان مساجل خمس أهداف أو ست أهداف في السيزون في خمس أو ست مبارات متتالية كان فيه منافسة قوية جداً مع مبابي على صدادة الهدفين بس بعد التوقف الدولي الأخير اللي كان في شرح بصر هل فهمنا بسألك يعني منذ الحاقه بالدوري الفرنسي أصلاً وبالبلانت هل شايف مستوى بقى أفضل ولا بالعكس فيما سابق كان أفضل؟ لا الموسم ده أفضل وبداية الموسم ده هي أفضل بداية لنصف محمد في كل الدورات اللي لعب فيها حتى الدوري المصري الأرقام اللي حقا مصف محمد في أول سبع أسابيع في الدوري الفرنسي نصف محمد مقدرش نوحي أهلها معها الزمالك ولا جلطة سراي ولا أي فريق في تركيا لعب فيه قبل كده هو البداية دي هي كانت الأفضل بس إحنا لما جينا في فترة التوقف اللي بتاعة شهر نوفمبر اللي فات ومطشون المتخب دول هو راجع بعدها مش أفضل حاجة يعني بقى له حوالي ثلاث أسابيع ما فيش أهداف بتتسجل بس للمرة التالتة لازم نعترف أن نتائجه بتترجع طيب عمر مرموش بقى وبرضه عمل شغل كويس طبعاً عمر مرموش السنة دي برضه يعني حتى الآن هو أفضل موسم ليه رقمياً مرغم أننا نحن تقريباً لسه في تلت السيزن ما كملناش النص لكن هو أفضل أرقام حققها عمر مرموش هي السنة دي محققهاش برضه قبل كده مع سانت باولي محققهاش مع فلتسبرج السنة دي أفضل سنة ليه يليها طبعاً السنة اللي كانت مع شتوتجارد كمان التوظيف بتاعه والملعب هو دايماً تعودين أن المرموش بيلعب كجناح الشمال حتى مع منتخب مصر هو بيبدل مع ترزيجي في الحتة دي لكن هو مع فرانكفورت بيلعب كمهاجم صريح أو مهاجم متأخر فدايماً هو في مقابلة دايماً مع حرس المرمو الفريق المنافس كمان يعني مرموش لعيب مهاري وعنده الفينيش كويس جداً يعني بدخل جلب من خور مقابلة بالزبط بالزبط يعني بيقدر أنه يفتح كده نص متر يقدر أنه يسدد منه أو حاجة أنه يسجل وكمان يعني عنده دقة فيه التسديد وقوة فبيقدر أنه هو يسجل أهداف حتى الآن هو مع طبعاً فرانكفورت محقق النتائج أو أرقام ممتازة جداً فرانكفورت كمان يعني معروف عنه أنه هو من الأنذاء الألمانية اللي دايماً بتقدر أنها تطور اللعيبة بشكل كبير فرانكفورت ممكن ياخد لعيب الناس ما تعرفوش بشكل كبير لعيب مش اسم لامع ويطلع منه لعب كبير ينطقل لأحد الآن دية اللي هي خلاص إيه مثلاً في أوروبا فأتمنى أنه مرموش يكون من اللعيبة دي هو حتى الآن على الطريق ده طيب كلام جميل أنا عايزة أروح معاك برضو بإمان إحنا منتكلم عن دوريات العالمية وكرة العالمية التحكيم وسريعاً بس عشي فاضل ثلاث دقيقة التحكيم ملف كنا بنعاني منه أو مش كنا إحنا لسه بنعاني منه إفريقياً تحديداً كمان وعندنا أكيد برضو محلياً في مصر عندنا مشاكل كتيرة جداً بس مش عايزة أتكلم في الحتة دي عايزة أتكلم عالمياً سمعنا برضو أن دي مشاكل مقررة وتحديداً في أقوى دوري في العالم دوري الإنجليزي فيه هنا تناقض شوية ما بين دوري قوي جداً ما بين أخطاء زي دي مفروض ما تكونش موجودة فتقييمك لده إزاي؟ وهل المشكلة في فكرة رد الفعل جراء الأخطاء التحكمية علشان لا تقرر مرة تانية؟ إحنا عندنا عارفين الوضع بيمشي بلح حساب يعني عندهم الوضع مختلف بس هو موجود صحيح وشوفنا كارسة حصلت في ماتش المان سيتي وتوتنهام يعني كان فيه كرة ممكن تحسم المباراة للبان سيتي والحاكم ادى تحت فرصة وشاور أنه هو باستقناف اللعب وبعد ما الكرة وصلت تقريباً لنفراض قالك اعتزار هو بعدك مش أول مرة تحصل كمان السيزون ده حصل في ماتش الليفربول وكان فيه مشكلة في تقانية الفيديو والحكام فهمه بعض غلط وكان فيه مشكلة في التواصل ده فهم أنها أوف سايد وده فهم أنها جول فالحاكم حسب أوف سايد وكمل اللعب عادي طبعاً دي أخطاء ما ينفعش أنها تحصل مش هقول في الدورة الإنجليزية ما ينفعش حصلناها في أي دورة فإحنا ما بنتكلم أن الدورة الإنجليزية أنا ما حيبش أبرر الخطأ يعني أنا ممكن أجي هنا تحصل زي حضريك قلت كده فيه مشكلة فيه تحكمية في الدورة المصري فيطلع حد يقولي طب ما انت شوف يا عم في إنجلترا كان حصل آه ما هو بيت ألفا لا الغلط غلط وكمان هم هناك بيت حسب كانت من حوالي شهرين لأ الاتحاد الإنجليزي أو لجنة الحكام في إنجلترا طلعت فيديو التسجيل للبرغ من ده طبعاً ممنوع بالأويح الفيفا لكن هم طلعوا فيديو بالصوت الحكام الحكام والمهندس الصوت اللي كان موجود كمان يعني هم كلهم هم بتكلموا عبعض واتحط عليه ترجمة وكل حاجة وتحط أنه كمان مكتوب وبدأوا أن هم يشرحوا المشكلة جات منين واعترف أنه فيه مشكلة وتقريباً أنا من وقتها ما شفتش الحكم ده موجود في مشروط الدوري الإنجليزي ما تقصد مش هينفع نقارب بين الأخطاء التحكمية إفريقياً وفي أي مهجان في الدنيا لا كمان ولا كيفاً الحقيقة هو المشكلة أنه إحنا هنا ما بنعترفش بيها إلا في أفراقيا ولا في مصر يعني إحنا هنا حتى يعني كان فيه كلاتنبرج لما كان مسك لجنة الحكام هنا في الدوري المصري الرجل كان بيطلع فيديو كل أسبوع يقول ده أخطأ في كذا ده صح في كذا أنا أحترم ده جد فيه شفافية مش حتى لو فيه غلط حصل الرجل بيطلع يقول أوكي فيه غلط حصل بسجد موقف بالضبط بصوبة إيه ما كملش عرفت ليه بصوبة هي دي المشكلة هي دي بقى المشكلة وبريرا حليان بيوهاجم برضو بشكل كبير يعني وما بيردش بس أنا بحترم ده برضو بتحترم عدم رده بحترم عدم رده أنه هو مركز ولا يعني أي انتقادات اللي بيغلط لأ مش فاهمة الحاكم بقى اللي بيغلط هو بيعمل معاه إيه لأ هو ما بيردش على الانتقادات اللي بتوجه ليه لكن هو بيشوف شغله على الأرض بشكل جيد جدا جميل وقال إنه هو هيعمل تقييم للحكام وفيه ستاندردز معينة لازم تكون موجودة لأ هو بيشتغل على الأرض ومطلع حكام جداد كمان وفرد بعض الأمور منها طبعا المطشات القمة تبقى بتحكيم مصري كل دي أمور جيدة عايزه يقول إن سياسة الثواب والعقاب غيبة عندنا بالضبط هي دي النقطة اللي بتكلم بقى فيها إن إحنا أوكي الراجل ما بيردش على الانتقادات على عادي معراسي ركز في شغلك أحترم ده جدا أو إنت عايزه يبتدي بفيه رد فعلك عقوبة طبعا أنا دي لسه ما تبعناهاش طبعا حتى الآن ما شوفناش حاجة زي دي طبعا في الاتحاد الأفريقي ده دي بيش موجودة أصلا إحنا بتشوف يعني تعالد البسيخي دي عايزه حالة الوحدة بالضبط إنما على الأقل ندأ هنا في مصر أوكي أحترم إن بيريرا بيطلع حكام جديد والاتحاد الأفريقي بالمناسبة بيطلع حكام جديد لكن اللي بيغلط حضرك بتعمل معا إيه أنا معرفش حاجة بعكس إنجل ترعا رغم الكوارس اللي بتحصل دي كلها لأهو بيقول أنا نغلط في كذا وحصل كذا كذا وبيتطلع كمان بفيديوهات وبيطلع العقوب أحمد نهرتنا بجد وقراءة كانت سريعة بس استفدنا وإن شاء الله تنورنا نتالي إن شاء الله بإذن الله شكرا لوجودك معنا النهاردة وشكر موصول لمشاهدي قناة الأهل في كل مكان على حسن المتابعة وكرا بإذن الرحمن يتجدد الدقاء ونشوفكم على خير